حدثنا محمد بن عثمان أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحفن عن ثمرة قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن نسلم بعضنا على بعض حدثنا أحمد بن عباس أخبرنا سفيان عن عمر عن أبي معبر عن ابن عباس قال كان يعلم طباء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكير حدثنا يحيى بن موسى البلخي حدثنا عبد غزاق أخبرني ابن جريد أخبرني عمر بن جينار أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس أخبره أن رفع الصوت للذكر قيل ينطرق الناس من المسكوبة كان ذلك على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عباس قال كنت أعلم إذا انصرقوا بذلك وأسمعوا حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثني محمد بن يوسف الكريابي حدثنا الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق السلام سنة قال عيسى نهاني إذن المبارك عن رفع هذا الحديث قال أبو داود سمعت أبا عمير عيسى بيونس الثاغوري الرملي قال لما رجع الحريابي من مكة فرت رفع هذا الحديث وقال نهاه أحمد بن حنبل عن رفعه حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن فطان عن مسلم ابن سلام عن علي بن طلق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فس أحدكم في الصلاة فلينطرح فليتوضأ وليعد صلاة حدثنا مسدد حدثنا حماد وعبد الوارث عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم قال عن عبد الوارث أن يتقدم أو يتأثر أو عن يمينه أو عن شماله ذات في حديث حماد الصلاة يعني في الصبح حدثنا عبد الوهاد بن نجدة حدثنا أشعف بن فعبة عن المنهال بن خليفة عن الأزرق بن غيث قال صلى بنا إمام لنا يكنا أبارمت فقال صليت هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصحي المقدم عن يمينه كان رجل قد شهد استكبيرة الأولى من الصلاة فصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم عن يمينه وعن يتاره حتى رأينا بياض خديه ثم انفتلك انفتال أبي رمثة يعني نفسه فقام الرجل الذي أدرك معه استكبيرة الأولى من الصلاة يشفع فوتب إليه عمر فأخذ بمنكبه فهزه ثم قال اجلس فإنه لم يبلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين طلواتهم فصل فرفع النبي صلى الله عليه وسلم وفره فقال أصاب الله بك يا ابن الخضار قال أبو دود وقد خيل أبو أمية مكان أبي رمثة حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يديه عليها إحداهما علي أخرى يعرف في وجهه الغضب ثم خرج فرعان الناس وهم يقولون قصرة الصلاة قصرة الصلاة وفي الناس أبو بكر وعمر فهذاه أن يكلماه فقام رجل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرة الصلاة قال لم أنس ولم تبصر الصلاة قال بل نسيت يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم فقال أصدق ذو اليدين فأومأوا أي نعم فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقامه فصل الركعتين الباقيتين ثم سلم ثم كبر وتجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وكبر ثم كبر وتجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وكبر قال فخيل لمحمد سلم في السهل فقال لم أحفظه عن أبي هريرة ولكن لبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أيوب عن محمد بإسناده وحديث حماد أثم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل بنا ولم يقل فأومأوا قال فقال ما سنعه قال ثم رفع ولم يقل وكبر ثم كبر وتجد مثل في جودة أو أطول ثم رفع وتم حديثه لم يذكر ما بعده ولم يذكر فأومأوا إلا حماد بن زيد قال أبو داود وكل من روى هذا الحديث لم يقل فكبر ولا ذكر رجع حدثنا مسدد حدثنا بشر يعني ابن المفضل حدثنا سلمة يعني ابن علحمة عن محمد عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حماد كله إلى آخر قول نبئت أن أمران بن حسين قال ثم سلم قال قلت فالتشهد قال لم أسمع في التشهد وأحب إلي أن يتشهد ولم يذكر كان يسميه ذا اليدين ولا ذكر فأومأوا ولا ذكر الغضب وحديث حماد عن أيوب أتم حدثنا علي بن نصر بن علي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام ويحيى بن عكيق وابن عون عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين أنه كبر وتجد وقال هشام يعني ابن حسان كبر ثم كبر وتجد قال أبو داود روى هذا الحديث أيضا حبيب بن الشهيد وحميد ويونس وعاصم الأحول عن محمد عن أبي هريرة لم يذكر أحد منهم ما ذكر حماد بن زيد عن هشام أنه كبر ثم كبر وتجد وروا حماد بن سلمة وأبو بك بن عياش هذا الحديث عن هشام لم يذكرا عنه هذا الذي ذكره حماد بن زيد أنه كبر ثم كبر حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعين عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة بهذه القصة قال ولم نسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله داود حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا بك بن سليمان ابن أبي حكمة أخبره أنه بلاغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر قال ولم يسجد السجدسين اللتين تسجدان إذا شكت حتى لقاه الناس قال ابن شهاب وأخبرني بهذا الخبر تعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن الحارك بن هشام وعبيد الله بن عبد الله قال أبو داود رواه يحنى بن أبي كثير وعمغان بن أبي أنت عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والعلى بن عبد الرحمن عن أبي جميعا عن أبي هريرة بهذه الصفة ولم نذكر أنه تجد السجدسين قال أبو داود ورواه الزبيدي عن الزبري عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حكمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ولم نسجد تجدسين السجدسين حدثنا أبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهرة فسلم في ركعتين فقيل له نقص الصلاة فصلى ركعتين ثم تجد السجدتين حدثنا إسماعيل بن أسد أخبرنا شبابة حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المخبوري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انفرف من الركعتين من صلاة المكتوب فقال له رجل أقصرت الصلاة يا رسول الله أمنتي قال كل ذلك لم أفعل فقالنا قد فعلت ذلك يا رسول الله فركع ركعتين أفريين ثم انفرف ولم يسجد سجده يسا قال أبو داود رواه داود بن الفرسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد احتفين حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا اكرمة بن عمار عن ضنضم بن جوسن في الثاني حدثني أبو هريرة بهذا الخبر قال ثم سجد سجدتي السهو بعدما سلم حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت حدثنا أبو أسامة وحدثنا محمد بن العلا أخبرنا أبو أسامة أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم في ركعتين فذكر نحو حديث بن سيرين عن أبي هريرة قال ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع وحدثنا مسدد حدثنا مسلمة بن محمد قال حدثنا فالد الحزاء حدثنا أبو قلابة عن أبي المهلم عن عمران بن حسين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العقل ثم دخل قال عن مسلمة الحجر فقام إليه رجل يقال له الكرباح كان طويل اليدين فقال له أغفرت الصلاة يا أسول الله فخرج معظبا يجر رداءه فقال أصدق قال نعم فصل تلك الركعة ثم سلم ثم سجد سجدتيها ثم سلم حدثنا حق بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حق حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة قال وماذا قال صليت خمسا فسجد سجدتيني بعدما سلم حدثنا عثمان أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن القمة قال قال عبد الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم فلا أدري زاد النقر فلما فلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال وماذا قالوا صليت كذا وكذا فتنا رجله وتقبل القبلة فسجد بهم سجدتين ثم سلم فلما فتل أقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وقال إذا شك أحدكم في صلاة فليتحر فواء فليتم عليه ثم من يسلم ثم ليسجد سجدتين حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله بهذا قال فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ثم تحول فسجد سجدتين قال أبو داود قال أبو داود رواه حسين نحو حديث الأعمش حدثنا نصر بن علي أخبرنا جرير وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير وهذا حديث يوسف عن الحسن بن عبيد إلا عن إبراهيم بن سوي عن علقمة قال 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 عبد الله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم قالوا يا رسول الله هل ليد في الصلاة قال لا قالوا فإنك قليت خمسة فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا لي يعني ابن فعد عن يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس أخبر عن معاوية ابن حديد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة فأدركه رجل فقال نسيغ من الصلاة ركعة فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى لناس ركعة فأخبرت بذلك فقالوا لي أتعرف الرجل قلت لا إلا أن أراه ومر بي فخش هذا هو فقالوا هذا طلحة بن عبيد الله حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو خالف عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاة فليلقي الشكة وليبني على اليقين فإذا استيقنت تمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاة وكانت السجدتان مرهمتي الشيطان قال أبو داود رواه هشام بن سعد ومحمد بن مطرف عن زيد بن عطاء بن يتار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي خالد أشفع حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى تجدسي السهو المرهمتين حدثنا القاعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعة فليصلي ركعة وليسجد سجدسي وهو جارف قبل تسيم فإن كانت الركعة التي صلى خانفة شفعها بها تي وإن كانت رابعة فالسجدسان ترغيم للشيطان حدثنا قصيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن زيد بن أسلم بإسناد مالك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فإن استيقن أن قد صلى ثلاثا فليقم فليتم ركعة بسجودها ثم يجلس فيتشهد فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد سجدسي وهو جاله ثم ليسلم ثم ذكر ما عمامالك قال أبو داود وكذلك رواه بن وهب عن مالك وحف بن ميسرة وداود بن قيس وهشام بن سعد إلا أن هشاما بلغ به أبا سعيد الخدري حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلم عن خصيف عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكبر غنك على أربع تشهشت ثم سجدت سجدت سجدتين وأنت جارس قبل أن تسلم ثم تشهشت أيضا ثم تسلم قال أبو داود رواه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفعه ووافق عبد الواحد أيضا سليان وشريك وإسرائيل واختلفوا في الكلام في مثل الحديث ولم يسندوه حدثنا محمد بن العلاء حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا هشام من الدسوئ حدثنا يحيب أبي كثير حدثنا عياض وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيى عن هلال بن عياض عن أبي سعيد القدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلم يدر ذاذ أم نقص فليتجد تجدسين وهو قاع فإذا أتاه الشيطان فقال إنك قد أحدث فليقل كذبت إلا ما وجد ريحا بأنفف أو صوتا بأذنك وهذا لفظ حديث أبان قال أبو داود وقال معمر وعلي بن المبارك أياض بن هلال وقال الأوزاعي أياض بن أبي زهير حدثنا القعنبي عن ناهك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى إذا وجد أحدكم ذلك فليسجد فجدسين وهو جاد قال أبو داود وكذا رواه بن عينة ومعمر وليل حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا يعقوب حدثنا ابن أخي الزهري عن محمد بن مسلم بهذا الحديث بإسناده زاد وهو جارس قبل تسليم حدثنا حجاج حدثنا يعقوب أخبرنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن مسلم الزهري بإسناده ومعناه قال فليسجد سجدسين قبل أن يسلم ثم ليسلم حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا حجاج عن ابن جري أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عطبة بن محمد بن الحال عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلافه فليسجد سجدسين بعدما يسلم حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرض عن عبد الله بن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجب فقام الناس معه فلما قضى طلاته وانتظرنا التسليم كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل تسليم ثم سلم صلى الله عليه وسلم حدثنا عمر بن عثمان حدثنا أبي وبغية قال حدثنا شعيب عن زهري بمعنى إسناده وحديد زاد وكان منا المتشاشد في خيامه قال أبو داود وكذلك سجدهما ابن الزبير قام من سنتين قبل تسليم وهو قول الزهري حدثنا الحسن بن عمر عن عبد الله بن الوليد عن سبيان عن جاذر يعني الجعفو قال حدثنا المغيرة ابن ثبير من الأحمس عن قيف بن أبي حازم عن المغيرة ابن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائمة فل يجلس فإن استوى قائمة فلا يجلس ويسجد سجد فيس قال أبو داود وليس في كتابه عن جابر الجعفي إلا هذا الحديد حدثنا أبيض الله بن عمر الجشمي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا المسعودين عن زياد بن عذاقة قال صلى بنا المغيرة ابن شعبة فنهض في الركعتين قلنا سبحان الله قال سبحان الله ومضى فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدين السهو فلما انفرق قال حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنع قال أبو داود وكذلك رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة ابن شعبة ورفع ورواه أبو عميث عن ثابت ابن عبيد قال صلى بنا المغيرة ابن شعبة مثل حديث زياد بن علاقة قال أبو داود أبو عميث أخو المسعودين وفعل سعب بن أبي وقاط مثلما فعل المغيرة وعمران بن حسين وضحاك بن غيث ومعارية بن أبي سفيان وابن عباد أتى بداية وعمر بن عبد العزيز قال أبو داود وهذا في من قام من سنتين ثم سجد بعدما سلم حدثنا عمر بن عطمان والربيع بن نافع وعثمان بن أبي شيبة وشجاعه مخلد بمعنى إثنات أن ابن عياش حدثهم عن عبيد الله بن عبيد للكلاعي عن ذهير يعني ابن سالم العنسي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال عمر وحده عن أبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لكل سعو سجد سجد سام بعدما يسلم ولم يذكر عن أبيه غير عمر حدثنا محمد بن يحيا بن فارس حدثنا محمد بن عبد الله بن المسلم حدثني أشعر عن محمد بن سيرين عن خالد يعني حذاء عن أبي خلابة عن أبي المهلم عن عمران بن حضين أن نبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجد سجدسين ثم تشهد ثم سلم حدثنا محمد بن يحيا ومحمد بن رافع قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الغري عن هند بنت الحال عن أم سلم ثقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم مكت قليلا وكانوا يرون أن ذلك أي ما ينفذ النساء قبل الرجال حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن كماك بن حرب عن قبيصة ابنه رجل من طيب عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينفرخ عن شقه حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن حليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود بن يزيد عن عبد الله قال لا يجعل أحدكم نطيبا للشيطان من طلاته أن لا ينفرخ إلا عن عينه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر ما ينفرخ عن شماله قال عمارة أخير المدينة بعده فرأيت منازل النبي صلى الله عليه وسلم عن يسار حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا يحيا عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلافكم ولا تتخذوها قبورا حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهو أخبرني سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبن نطر عن أبيه عن بسر بن سعيد عن زيد بن سابح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلاف المرء في بيتك أفضل من طلافه في مسجدي هذا إلا المكدوب حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت وحميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا مصلون نحو بيت المكدس فلما نزلت هذه الآية فولي وجهات شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطر فمر رجل من بني سلمة فناداهم وهم ركوع في صلاة الأج نحو بيت المخرف ألا إن القبلة أدحولت إلى الكعبة مرتين فمال كما هم ركوع إلى الكعبة حدثنا القعنبي عن مالك عن يديد بن عبد الله بن هاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة تقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهدط وفيه تيب عليه وفيه ماء وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من خين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والأنث وفيه ساعة لا يطادفها عبد مسلم وهو يطل يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها قال كعب ذلك في كل ثنة يوم فقل بل في كل جمعة قال فقرأ كعب التوراة فقال صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله ابن سلام فحدثه بمجلسي مع شعب فقال عبد الله ابن سلام قد علمت أية ساعة هي قال أبو هريرة فقلت له فأخبرني بها فقال عبد الله ابن سلام هي آخر ساعة من يوم الجمعة فقلت كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطادفها عبد مسلم وهو يصلي تلك الساعة لا يصلي فيها فقال عبد الله ابن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي قال قلت بلى قال هو ذا حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جاذر عن أبي الأشعة عن أوس بن أوس قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبط وفيه النفة وفيه الصعق فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاةكم معروضة عليك قال قالوا يا رسول الله وكيف تعرض قلاتنا عليك وقد أرمت يقولون بلي فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجتاد الأنبياء حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وفد أخبرني عم يعني ابن الحارس أن الجلاح مولى عبد العزيز حدثه أن أبا سلمة يعني ابن عبد الرحمن حدث عن جاذر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الجمعة 13 يريد ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أتاه الله عز وجل بل تمسوها آخر ساعة بعد الأرض حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة يعني ابن بخير عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شئه الجمعة يعني احساعة قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة قال أبو داود يعني على المنبر حدثنا المسدد حدثنا أبو معارية عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضع من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصر غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن نسى الحقا فقد لغا حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيشة حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني عطاء من خراتاني عن مولى امرأته أمي عثمان قال سمعت علي رضي الله عنه على منبر الكوفة يقول إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأخواق فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث ويطبطونهم عن الجمعة وتغذوا الملائكة فيجلسون على أبواب المسجد فيخبون الرجل من ساعة ورجل من ساعتين حتى يخرج الإمام فإذا جلس الرجل مجلسا يستمكن فيه من الاستماع للنظر فأنصف ولم يلغب كان له كفلان من أجر فإن أى وجلس حيث لا يسمع فأنصف ولم يلغب له كفل من أجر وإن جلس مجلسا يستمكن فيه من الاستماع للنظر فلغى ولم ينصف كان له كفل من وزر ومن قال يوم الجمعة صاحبه صاحبه صحن فقد لغى ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء ثم يقول في آخر ذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك قال أبو داود رواه الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال بالربائت وقال مولى امرأته أم عثمان بن عطا حدثنا مصدد حدثنا يحيى عن محمد بن عم قال حدثني عبيدة بن سفيان الحضرم عن أبي الجعب الزمري وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه حدثنا الحسن بن عبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام حدثنا قتابة عن حدامة بن وضرة العجيفي عن ثمرة بن جنجب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة من غير عذر أن يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنص دينار قال أبو داود وهكذا رواه خالد بن قيس وخالفه في الإسناد ووافقه في المثن حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا محمد بن يزيد وإتحاق بن يوسف عن أيوب أبي العلاء عن خسادة عن حدامة بن وضرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خافه الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم أو نسك درهم أو طاع حنفة أو نسك طاع قال أبو داود رواه تعيب بن بشير عن خسادة هكذا إلا أنه قال مد أو نسك مد وقال عن سم قال أبو داود سمعت أحمد بن حمد لن يسأل عن اختلاف هذا الحديث قال همام عندي أحفظ من أيوب يعني أبا العلاء حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهو أخبرني عمر عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن زبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العواد حدثنا محمد بن يحيى بن فارث حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن محمد بن سعيد يعني الطائفي عن أبي سلمة بن نبي عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على كل من سمع النداء قال أبو داود روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مخصورا على عبد الله بن عمر ولم يرفعه وإنما أسنده قبيصة حدثنا محمد بن كرير أخبرنا همام عن قدادة عن أبي المليح عن أبيه أن يوم حنين كان يوم مطر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم منازيه أن الصلاة في الرحال حدثنا محمد بن المسنة حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن صاحب له عن أبي مليح أن ذلك كان يوم جمعة حدثنا نصر بن علي قال كثيان بن حبيب خبرنا عن خالد الحذاء عن أبي قلاب عن أبي المليح عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديدية في يوم جمعة وأقاذهم مطر لم تبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحاله حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر نزل بضجنان في ليلة باردة فأمر المنادي فنادى أن الصلاة في الرحال قال أيوب وحدثنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المنادي فنادى الصلاة في الرحال حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل عن عيوب عن نافع قال نادى ابن عمر بالصلاة بضجنان ثم نادى أن صلوا في رحالكم قال فيه ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة ثم ينادي أن صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر قال أبو داود ورواه حماد بن سلمة عن عيوب وعبيد الله قال فيه في السفر في الليلة القرى أو المطيرة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة بضجنان في ليلة ذات برد وريح فقال في آخر نداء ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذنة إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في سفر يقول ألا صلوا في رحالكم حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن ابن عمر يعني أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذنة إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلم عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداء في الخرق قال أبو داود وروا هذا الخبر يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه في السفر حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا الفضل بن دكين حدثنا زهير عن أبي زبير عن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي من شاء منكم في رحله حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادين حدثنا عبد الله بن الحارس ابن عم محمد بن سيرين أن ابن عباس قال لمؤذنه في يوم المطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك فقال قد فعل عذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كريت أن أخرجكم فتمشون في الطين والمطر حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثني إسحاق بن منصور حدثنا هريم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن حيث ابن مسلم عن طارق ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد منلوء أو نورأة أو صبي أو مريض قال أبو داود طارق ابن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله المحرمي لفق قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن أبي جمر عن ابن عباس قال إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لا جمعة جمعت بجوتاء قرية من قرى البحرين قال عثنان قرية من قرى عبد القيد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن إدريف عن محمد بن إصحاف عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعدما ذهب بطره عن أبيه كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد ابن زرارة فقلت له إذا سمعت النداء فرحمت لأسعد ابن زرارة قال لأنه أول من جمع بنا في هزم النبي من حرة بني بياضة في نقية يقال له نقيع الخضماء قلت كم أنتم يومئذ قال أربعون حدثنا محمد بن كفير أخبرنا إسرائيل حدثنا عثمان بن المغيرة عن إياث بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال أشهدت مع رتول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم قال نعم قال فكيف صنعت قال صلى الأيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي حدثنا محمد بن طريف البجلي حدثنا أصباط عن الأعمى عن عطاء بن أبي رباح قال صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال أصاب السنة حدثنا يحيى بن خلف حدثنا أبو عاقم عن ابن جريف قال قال عطاء اجتمع يوم جمعة ويوم فط على عهد بن الزبير وقال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العطاء حدثنا محمد بن المصفى وعمر بن حقن الوصابي المعنى قالا حدثنا بقية حدثنا شعبة عن المغيرة الضبية عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدانا فمن شاء أجدأه من الجمعة وإنا مجمعون قال عمر عن شعبة حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانث عن مخول بن راشس عن مسلم البطين عن سعيد بن جبي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين منده حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن مقول بإسناده ومعناه وأزاد في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة تيراء يعني تباع عند باب المسجد فقال يا ربطل الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في آخرة ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر حلة فقال عمر كثوتنيها يا رسول الله وقد قلت في حلة عطاردة ما قلت فقال رسول الله إني لم أكتفها لتلبسها فكثاها عمر أخا له مشركا بمكة حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونث وعمر بن الحارف عن ابن شهاب عن ثالث عن أبيه قال وجد عمر بن الخطاب حلة استبرى تباع بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابتع حابث تجمل بها للعيد وللوفود ثم ساق الحديث والأول أتم حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونث وعمر أن يحيى بن سعيد الأنصاري حدث أن محمد بن يحيى بن حبان حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم إن وجد أو ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ توبين ليوم الجمعة كوى توبين قال عمر وأخبرني ابن أبي حبيب عن موسى بن سعد عن ابن حبان عن ابن سلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على منه وعلى أبو داود ورواه أثب بن جرير عن أبي عن يحيى بن أيوب عن وزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سعد عن يوسف بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يا مسدد حدثنا يحيى عن ابن عسلان عن عمر بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة وأن ننشد فيه شعر ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي حدثني أبو حازم بن دينار أن رجالا أثوا تهل بن سعد السعيدية وقد انتروا في المنبر من معوضه فسألوه عن ذلك فقال والله إني لأعرف مما هو ولقد رأيته أول يوم غدى وأول يوم جلت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سناها سهل أن مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس على الهند إذا كلمت بنا فأمرتك فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلتك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعتها هنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القفقر فسجد في أقل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عاقم عبن أبي رواد عنافة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدنا قال له تميم الداري ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك قال بلى فتخذ له منبرا مرقاتين حدثنا مخلد بن خالد حدثنا أبو عاقم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال كان بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحائط كقدر ما مر الشاهد حدثنا محمد بن عيسى حدثنا حسان بن إبراهيم عن بيت عن مجاهد عن أبي سليل عن أبي قسادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نفق النهار إلا يوم الجمعة وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة قال أبو داود هو مرسل مجاهد أكبر من أبي الخليل وأب الخليل لم يسمع من أبي قسادة حدثنا الحسن بن علي حدثنا زيد بن الحباب حدثني قليف بن سليمان حدثني عثمان بن عبد الرحمن التيمي سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشم حدثنا أحمد بن يونس حدثنا يعلى بن الحارث سمعت إياسى بن سلمة بن الأكوع يحدث عن أبيه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننطرف وليس للسيطان فيه حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي حاجم عن سهل بن سعد قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة حدثنا محمد بن سلمة المراد حدثنا ابن وهو عن يونسى عن ابن شهاب أخبرني السائب بن يزيد أن الأذان كان أوله فيما يجهس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان سلافة عطمان وكثر الناس أمر عطمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأدن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك حدثنا المحيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على ذادي المسجد وأبي بكر وعمر ثم ساق نحو حديثيون حدثنا هلناد بن السري حدثنا عبدة عن محمد يعني ابن إسحاق عن الزهري عن السائب قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد بلا ثم ذكر معنا حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد ابن أبت نمر أخبره قال ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد وساق هذا الحديث وليس بتمام حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاري حدثنا محمد بن يزيد حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال يا عبد الله بن مسعود قال أبو جاود هذا يعرف مرسلا إنما رواه الناس عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد هو شيء حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن العمر عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين كان يجلس إذا فعد المنبر حتى يطرغ وراه قال المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب حدثنا النسيلي عبد الله بن محمد حدثنا ذغير عن تمام عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب فقال فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة حدثنا إبراهيم بن موسى وعثمان بن أبي شيخ المعنى عن أبي الأخوة حدثنا ثمام عن جابر بن سمرة قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان كان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويدكر حدثنا أبو كامل حدثنا أبو عوانثا عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقرد قاعدة لا يتكلم وساق الحديث حدثنا سعيد بن منصور حدثنا شهاب بن خراش حدثني شعيد بن زريق نطائفي قال جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم بن حزم الكلفي فأنشأ يحجثنا قال وفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سابع سبعة أو تاتع ستعة فدخلنا عليه فقلنا يا رسول الله زرناك فاجع الله لنا بخير فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التم والشأن إذاك دون فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عقا أو قوت فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيثات طيبات مباركات ثم قال أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن تدلوا وأبشروا قال أبو علي سمعت أبا داود قال ثبثني في شيء منه بعض أصحابنا وقد كان انقطع من القطار حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاطم حدثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عيار عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعود بالله من جهور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعطيه ما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا حدثنا محمد بن سلمة المرادي أخبرنا ابن وف عن يونط أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر نحوه قال ومن يعطيه ما فقد غوى ونسأل الله ربنا أن يجعلنا من من يطيعه ويطيع رسوله ويستبع ردوانه ويجتنب سقطه فإنما نحن به ولا حدثنا مستدد حدثنا يحيا عن صفيان بن سعيد حدثني عبد العزيز بن رفيع عن تنيم الطائب عن عزيز بن حاسم أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعطيه ما فقال أو اذهب بئس الخطيب حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معنى عن بنت الحارث بن نعمان قالت ما حفظك إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها كل جمعة قالت وكان تنور رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنورنا واحدة قال عبدو قال روح بن عبادة عن شعبة قال بنت حارثة بن نعمان وقال ابن اسحا أم هشام بنت حارثة بن نعمان حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سرفيان قال حدثني سماء عن جابر بن ثمرة قال كان الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصى يقرأ آيات من القرآن ويذكرنها حدثنا محمود بن خالد حدثنا مروان حدثنا سليمان بن بلاي عن يحيى بن سعيد عن عمره عن أختها قال ما أخذتها إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في كل جمعة قال أبو جاود كذا رواه يحيى بن أيوب وابن أبي الرجال عن يحيى بن سعيد عن عمره عن أم هشام بنت حارثة بن نعمان حدثنا ابن سرح حدثنا ابن وف أخبرني يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمره عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها بمعنى حدثنا أحمج بن يونس حدثنا زائدة عن حسين بن عبد الرحمن قال رأى عمارة بن رويبة بشر بن مروان وهو يدعو في يوم جمعة فقال عمارة قبح الله هاتين اليدين قال زائدة قال حسين حدثني عمارة قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على البنبر ما يزيد على ذاته يعني السبابة التي تلل حدثنا مسدد حدثنا بشر يعني ابن المفضل حدثنا عبد الرحمن يعني إذن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن ابن أبي ذباب عن تهل بن سعد قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبره ولا على غيره ولكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الغفطى والإبهام حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا العلاء بن صالح عن عدي بن ثابت عن أبي راشد عن عمار بن ياسر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطط حدثنا محمود بن خالد حدثنا الولي أخبرنا شيبان أبو معاوية عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة السوائي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعبة يوم الجمعة إنما هن كلمات يسيرات حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ بن هشام قال وجد في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه قال قتاد عن يحيى بن مال عن ثمرة بن جنجب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال واخضروا الذكرى وادهوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها حدثنا محمد بن العلاء أن زيد بن حباب حدثهم حدثنا حسين بن واقد حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميطان أحمران يعتران ويقومان فنزل فأخذهما فأصعد إهم المنبر ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة فأيت هذين فلم تصبر ثم أخذ في الخطوة حدثنا محمد بن عود حدثنا المقرئ حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرخوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحب في يوم الجمعة والإمام يخطب حدثنا داود بن رشيد حدثنا صالد بن حيان الرقي حدثنا سليمان بن عبد الله بن الزبرقان عن يعلى بن شداد بن أوه قال شهدت مع معاوية بيت المقدس فجمع بنا فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرأيتهم محتبين والإمام يخطب قال أبو داود كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب وأنث ابن مالك وشريح وصعطعة ابن صوحان وسعيد ابن المسيب وإبراهيم النفعي ومكثول وإسماعيل ابن محمد ابن فعب ونعيم ابن سلام قال لا بأس بها ولم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عبادة ابن نسيب حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت أنصف والإمام يخطب قد غو حدثنا مسدد وأبو كامل قالا حدثنا يزيد عن حبيب المعلم عن عمر بن شعيب عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحضر الجمعة ثلاثة نفر رجل حضرها يلغو وهو حفه منها ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعو الله عز وجل إن شاء عطاه وإن شاء منعه ورجل حضرها بإنفاق وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تلها وزيادة ثلاثة أيام وذلك بأن الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها حدثنا إبراهيم بن الحسن المسجيزي حدثنا حجاج حدثنا إذن جريج أخبرنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم في صلاةه فليأخذ بأنفه ثم لينصر قال أبو داود رواه حماد بن سلمة وأبو أسامة عن هشام عن عبي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل والإمام يخطب لم يذكرا عائشة رضي الله عنها حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن عمر وهو ابن دينا عن جاذر أن رجلا جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت يا خلان قال لا قال قم فاركع حدثنا محمد بن محبوب وإسماعيل بن إبراهيم المعنى قال حدثنا حفظ بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جاذر وعن أبي صالح عن أبي هريرة قالا جاء سليكن الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له أصليت شيئا قال لا قال قل ركعتين تجوّد فيهما حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر عن سعيد عن الوليد أبي بشر عن طلحة أنه سمع جاذر بن عبد الله يحدث أن سليكن جاء فذكر نحوه زاد ثم أقبل على النا قال إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين يتجوّد فيهما حدثنا هارون بن معروف حدثنا بشر بن السري حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية قال كنا مع عبد الله بن بشر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال عبد الله بن بشر جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت حدثنا هل ناب بن السري عن عبدة عن ابن إسحاق عنافة عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نعث أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره حدثنا مسلم بن إبراهيم عن جرير هو ابن حازم لا أدري كيف قاله مسلم أولى عن أنس قال عيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيصلي قال أبو داود الحديث ليس بمعروف عن ثابت هو مما تفرد به جرير بن حازم حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبي عن حبيب بن ثالث عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أداك حبيث الغاشر قال وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ به حدثنا القعنبي عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة أن الضحاك بن قيث سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة فقال كان يقرأ بهل أداك حديث الغاشر حدثنا القعنبي حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن ابن أبي رافع قال صلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ بسورة الجمعة وفي الركعة الآخرة إذا جاءت المنافقون قال فأدركت أبا هريرة حين انصرفا فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفة قال أبو هريرة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة حدثنا مسدد عن نحي بن سعيد عن شعبة عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن ثمرة بن جنجب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشر حدثنا زهير بن حرب حدثنا هشيم أخبرنا يحي بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته والناس يأسمون به من وراء الحجرة حدثنا محمد بن عبيد وسليمان بن داود المعنى قال حدثنا حمد بن زيد حدثنا أيوب عن نافة أن ابن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه فدفعه وقال أتصلي الجمعة أربعة وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ويقول هكذا فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافة قال كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريد أخبرني عمر بن عطاء ابن أبي الخوار أن ناف عبد جبير أرسله إلى السائد ابن يزيد ابن أخت نمر يسأله عن شيء رأى منه معارية في الصلاة فقال صليت معه الجمعة بالمقصورة فلما فلمت قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما صنعت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج حدثنا محمد عن ابن عبد العزيز بن أبي رذمة المروزي أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن ابن عمر قال كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعة وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ذهير وحدثنا محمد بن الصباح البلزاز حدثنا إسماعيل بن زكريا عن ثهيل عن أبي هريرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن الصباح قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة وتم حديثه وقال ابن يونس إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعة قال فقال لي أبي يا بني فإن صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزلة أو البيت فصلي ركعتين حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الغزاق عن معمر عن الزبري عن ثالة عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته قال أبو داود وكذلك رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر حدثنا إبراهيم بن الحسن حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريت أخبرني عطاء أنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة فيناز عنه صلى الله الذي صلى فيه الجمعة قليلا غير كثير قال فيركع ركعتين قال ثم يمشي أنفس من ذلك فيركع أربع ركعات قلت لعطاء كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك قال مرارا قال أبو داود وروه عبد الملك ابن أبي سليمان ولم يتم حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حميد عن أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأبحى ويوم الفطر حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثنا يزيد بن خمير الرحبي قال خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أطحى فأنكر إفطاء الأمام فقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هادث وذلك حين التسريح حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أبو ويونسى وحبيب ويحيى بن عفيق وهشام في آخرين عن محمد أن أم عقية قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات الحدور يوم العيد قيل فالحيط قال ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين قال فقالت يا رسول الله إن لم يكن إشداهن ثوب كيف تصرع قال تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها حدثنا محمد بن عبيب حدثنا حمام حدثنا أيوب عن محمد عن أم عقية بهذا الخبر قال ويعتزل الحيب مصلى المسلمين ولم يذكر الثوب قال وحدث عن حصة عن امرأة تحجته عن امرأة أخرى قالت قيل يا رسول الله فذكر معنى حديث موسى ثوب حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا عاصم الأحوال عن حصة بنت سيرين عن أم عقية قال كنا نؤمر بهذا الخبر قال والحيض يكن خلف الناس فيكبرنا معنا حدثنا أبو الوليد يعني طيارسي ومسلم قال حدثنا إسحاق بن عثمان حدثني إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن عطية عن جدته أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إلينا عمر بن الخطار فقام على الباب فسلم علينا فرددنا عليه السلام ثم قال أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمعة علينا ونهانا عن اتباع الجنة حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبي عن أبي سعيد الخدري وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري قال أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال يا مروان قالت السنة أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه وبدأت بالخطبة قبل الصلاة فقال أبو سعيد الخدري من هذا قالوا فلانه فلانا فقال أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا فستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده فإن لم يستطع فببسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قالا أخبرنا ابن جريج أخبرني عطا عن جادر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فطل فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطبا فلم نافرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال بافط ثوبه تلقي فيه النساء الصدق قال تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين وقال ابن بكر فتختها حدثنا حق ابن عمر حدثنا شعبة وحدثنا ابن كثير أخبرنا شعبة عن أيوب عن عطاء قال أشهد على ابن عباس وشهد ابن عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوم فطر فطل ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلالا قال ابن كثير أكبر علم شعبة فأمرهن بالصدق فجعلنا يلقين حدثنا مسدد وأبو معمر عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الوالد عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس بمعنى قال فظن أنه لم يسمع النساء فمشى إليهن وابن لال معه فوعظهن وأمرهن بالصدق فكانت المرأة تلقي القرطة والخاتم في ثوب بلالا حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس في هذا الحديث قال فجعلت المرأة تلقي القرطة والخاتم وجعل بلال يجعله في كساء قال فقسمه على فقراء المسلمين حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن عيينة عن أبي جناب عن يزيد بن البراء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دول يوم العيد قوسا فخطب عليه حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن ابن عابس قال سأل رجل ابن عباس أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا من ذلك من ما شهدته من الصغر فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي عند دار كثير ابن صل فصل ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة قال ثم أمرنا بالصدقة قال فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن قال فأمر بلالا فأتى هن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريد عن الحسن ابن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا آذان ولا إقامة وأبا بكر وعمر أو عثمان شك يحيى حدثنا عثمان ابن أبي شيبة وهنا قال حدثنا أبو الأخوص عن كمان يعني ابن حرب عن جابر ابن ثورة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين العيدين بغير أذان ولا إقامة حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي ثانية خمسة حدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهو أخبرني ابن لهيعة عن خالد بن يزيل عن ابن شهاب بإسناده ومعنى قال سوى تكبيرتي الركوع حدثنا مسدد حدثنا المعتمر قال سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عمر بن شعيب عن أبي عن عبد الله بن عمر بن العاف قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم أتكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا سليمان يعني ابن حيال عن أبي يعلى الطائفي عن عمر بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر الأولى سبعة ثم يقرأ ثم يكبر ثم يقوم فيكبر أربعة ثم يقرأ ثم يركع قال أبو داود رواه وكيع وابن المبارك قال سبعا وخمسة حدثنا محمد بن العلاء وابن أبي زياذ المعنى قريب قال حدثنا زيد يعني ابن حباب عن عبد الرحمن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول قال أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة أن سعيد بن العاف سأل أبا موسى الأشعر وحذيفة ابن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفتر فقال أبو موسى كان يكبر أربعا تكفيره على الجنائه فقال حبيفة صدق فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليه قال أبو عائشة وأنا حاضر سعيد بن العاف حدثنا القعنبي عن مالك عن ضمرة بن سعيد من المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واتد ليسي ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفتقال كان يقرأ فيه ما قال والقرآن المجيد واقتربت الساعة والمشق القمر حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا القضل بن موسى السيناني حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدة فلما قضى الصلاة قال إنا نخصب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب قال أبو داود آبا مرسل عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الله يعني ابن عمر عن نافا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر حدثنا حق بن عمر حدثنا شعبة عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير بن أنف عن عمومة له من أطحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رفبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رؤوا لهلال بالأمث فأمرهم أن يفتروا وإذا أطبحوا أن يذهبوا إلى مخلاتهم حدثنا حمزة بن نصير حدثنا ابن أبي مريم حدثنا إبراهيم بن سويد أخبرني أنيس بن أبي يحيى أخبرني إسحاق بن سالم مولى نوفل بن عدي أخبرني بقرب بشر الأنطري قال كنت أخذ مع أطحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحاب فنسلك بطن بطحان حتى نأتي المصلى فنقلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا حدثنا حفظ بن عمر حدثنا شعبة حدثني عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر فطلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما ثم أتى النساء ومعه بلالا فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي فرصها وسخابها حدثنا هشام بن عمر حدثنا الوليد وحدثنا الربيع بن سليمان حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا رجل من القرويين وسماه الربيع في حديث عيسى بن عبد الأعلى ابن أبي فروة سمع أبا يحيا عبيد الله الحيمين يحدث عن أبي هريرة أنه أصابهم مضر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عباد بن ثمين عن عمله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج بالناس ليستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه فدعا واستسقى واستقبل القدر حدثنا ابن السرشي وسليمان بن داود قالات أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئد ويونس عن ابن شهاب قال أخبرني عباد بن ثمين المازني أنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فحول إلى الناس ظهره يدعو الله عز وجل قال سليمان بن داود واستقبل القبلة وحول رداءه ثم طلى ركعتين قال ابن أبي ذئد وقرأ فيهما زاد ابن السرح يريد الجهر حدثنا محمد بن عود قال قرأت في كتاب عمر بن الحارث يعني حنصي عن عبد الله بن سالم عن زبيدي عن محمد بن مسلم بهذا الحديث بإسناده لم يذكر الصلاة قال وحول رداءه فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ثم دع الله عز وجل حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن عباد بن سميم أن عبد الله بن زيد قال سخى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة له سوداء فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت قلبها على عاتقه حدثنا النفيلي وعثمان بن أبي شيبة نحوه قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا هشام بن إسحاق بن عبد الله بن جنانة قال أخبرني أبي قال أرسلني الوليد بن عطبة قال وكان أمير المدين إلى ابن عباس أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانتسقاء فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضع متضرع حتى أتى المصلى زاد عثمان فرقى على المنبر ثم اتفقى ولم يخطب قطبكم هذا ولكن لم يزل في الدعاء والتبرع والتكبير ثم صلى رفعتين كما يصلي في العين قال أبو داود والإخبار بن فيدي والصواب ابن عقبة حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيا عن أبي بكر بن محمد عن عباد بن سمين أن عبد الله بن زيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة ثم حول رداء حدثنا القعنبي عن نالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن سمين يقول سمعت عبد الله بن زيد النازمية يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة حدثنا محمد بن سلمة المراد أخبرنا إذن وهب عن حيوة وعمر بن مالك عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عمير مولى بني آب اللحمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجال زيت قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز به ما رأى حدثنا ابن أبي خلف حدثنا محمد بن عبيد حدثنا مكعر عن وزيد البقير عن جاذر بن عبد الله قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي فقال اللهم اتقنا غيثا بغيثا مليئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل قال فأطبقت عليهم السماء حدثنا مصر بن علي أخبرنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن خسالة عن أنث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض الطيب حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي هكذا يعني ومد يديه وجعل بطونهما مما يل الأرض حتى رأيت بياض الطيب حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن عبد ربيه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت باططا كالفين حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا خالد بن نذار حدثني القاسم بن مبرور عن يونسا عن هشال بعروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت شكناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلم ووعد الناس يوما يخرجون فيه قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدى حاجب الشم فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين ثم رفع يديك فلم يزل في الرقع حتى بدى بياب إفطيك ثم حول إلى الناس ظهره وقلبه أو حول رداءه وهو رافع يديك ثم أقبل على الناس ونزل فطلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله فلم يأتي مسجده حتى ثانت السيون فلما رأى فرعتهم إلى الكن ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله قال أبو داود وهذا حديث غريب إسنادوا جيد أهل المدينة يقرؤون مالك يوم الدين وإن هذا الحديث حجة لهم حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهي عن أنت بن مالك ويونس بن عبيد عن ثابت عن أنت قال أصاب أهل المدينة خحص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما هو يخطبنا يوم جمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع هلك الشاء فادعوا الله أن يسقينا فمد يديه ودعا قال أنت وإن السماء لمثل زجاجة فهاجت ريح ثم أنشأت سحابة ثم اجتمعت ثم أرثنت السماء عزاليها فخرجنا نطوض الماء حتى أتينا منازلنا فلم يزل المطر إلى الجمعة الأخرى فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله تهدمت الغيوت فادعوا الله أن يحبثه فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال حوالينا ولا علينا فنظرت إلى السحاب يتطبع حول المدينة كأنه إكليم حدثنا عيسى بن حماس أخبره أخبرنا ليس عن سعيد المقبري عن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمه عن أنث أنه سمعه يقول فذكر نحو حديث عبد العزيز قال ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه بحذاء وجهدي فقال اللهم اسقنا وساق نحوه حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن شعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول وحدثنا سهل بن صالح حدثنا علي بن قادم أخبرنا ستيان عن يحيى بن سعيد عن عمر بن شعيد عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال اللهم استعبادك وبهاتمك وانشر رحمتك وأحذي بلدك الميت هذا لف حديث ما حدثنا عثمان بن أبي شيث حدثنا إسماعيل بن علية عن النجري عن عطاء عن عبيد بن عمير أخبرني من أصدق وظننت أنه يريد عائشة قال كشفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم قياما شديدا يقوم بالناس ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع فركع ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعا يركع الثالثة ثم يسجد حتى إن رجالا يومئذ ليغشى عليهم مما قام بهم حتى إن تجالا ما لتطب عليهم يقول إذا رفع الله أكبر وإذا رفع سمع الله بمن حمده حتى تجلت الشمس ثم قال إن الشمس والقمر لا ينكثفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل يخوف بهما عبادة إذا كثفا فافزعوا إلى الصلاة حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيا عن عبد الملك حدثني عطا عن جادر بن عبد الله قال كثفت الشمس على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في اليوم الذي مات فيه إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس إنما كثفت لموت إبراهيم ابنه صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات في أربع تجداء ثم كبر ثم قرأ فأطال القراءة ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع رأته فقرأ دون القراءة الأولى ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع رأته فقرأ القراءة الثالثة دون القراءة الثانية ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع رأته فانحذر للسجود فسجد سجدتين ثم قام فركع ثلاث ركعات قبل أن يسجد ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها إلا أن ركوعه نحو من قيامه قال ثم تأخرت لطلاته فتأخرت الصفوف معه ثم تقدم فقام في مقامه وتقدم في الصفوف فقضى الصلاة وقتل عث الشمس فقال يا أيها الناس إن الشمس والأمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينشت فان لموت بشر فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي وساق بقية الحديد حدثنا مؤمل هشام حدثنا إسماعيل عن هشام حدثنا أهو زبير عن جاذر قال كثفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحرف فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه فأطال القيامة حتى جعلوا يخهون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحوا من ذلك فكان أربع ركعات وأربع سجدات وساق الحديد حدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب وحدثنا محمد ابن سلمة المرادين حدثنا ابن وهب عن يونسا عن ابن شهاب أخبرني عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كثفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلة ثم رفع رأسه فقال سمع الله بمن حمد ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلة هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله بمن حمد ربنا ولك الحمد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات وأربع تجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصر حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عن بثه حدثنا يونث عن ابن شهاد قال كان كثير بن عباس يحدث أن عبد الله بن عباس كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كتوف الشمس مثل حديث عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركعتين حدثنا أحمد بن الفراث بن خالد أبو مسعود نغازي أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر نغازي عن أبيه عن أبي جعفر نغازي قال أبو داود وحدثت عن عمر بن شقيق حدثنا أبو جعفر نغازي وهذا لطلق وهو أتم عن ربي بن أنس عن أبي العلي عن أبي بن كعب قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم غرأ بصورة من الطول وركع قمت ركعات وسجد سجدتين ثم قامت تانية غرأ كورة من الطول وركع قمت ركعات وسجد سجدتين ثم جلس كما هو مستقبلا قبلة يدعو حتى انجلى كتوفها حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حتيان حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن طاوو عن ابن عباث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كتوف الشمس فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم تجد والأخرى ميتها حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا الأسود بن قيد حدثني تعلبة بن عباد العبي من أهل المصر أنه شهد خطبة يوما لثمرة بن جند بن قال قال ثمرة بينما أنا وغلام من الأنصار نرني غرضين لنا حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو ثلاثة في عين ناظر من الأفق اسودت حتى آضر كأنها ثنومة فقال أحدنا لصاحبه انطلق بنا إلى المسجد فوالله لا يحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته حدثا قال فدفعنا فإذا هو بارد فاستخدم فطلا فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا قال ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا ثم تجد بنا كأطول ما تجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك قال فوافق تجل الشمس جلوسه في الركعة الثانية قال ثم سلم ثم قام فحمد الله وأثنى عليه وشهد إن لا إله إلا الله وشهد أنه عبده ورسوله ثم ساق أحمد بن يونسى قربة النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وحيد حدثنا أيوب عن قبيصة الغلالي قال كثفت الشمس على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا يجر ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام ثم انصرف وانجلت فقال إنما هذه الآيات يهوف الله بها فإذا رأيتموها فقلوا كأحدث قدات صليتموها من المكتوبة حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا ريحان بن سعيد حدثنا عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن غلال بن عامر أن قبيصة الغلالية حدث أن الشمس كثفت بمعنى حديث موسى قال حتى بدت النجوم حدثنا عبيد الله بن سعد حدثنا عمي حدثنا أبي عن محمد بن إسحار حدثني هشام بن عروة وعبد الله بن أبي سلم عن سليمان بن يسار كلهم قد حدثني عن عروة عن عائشة قال كثفت الشمس على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فقامت فحذرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة المقر وساق الحديث ثم سجد سجدتين ثم قامت فأطال القراءة فحذرت قراءته أنه قرأ بسورة آل عمران حدثنا العباس بن الوليد بن مذيب أخبرني أبي حدثنا الأوزاعي أخبرني سهري أخبرني عروة بن الزبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة فجهر بها يعني في صلاة الكتور حدثنا القعنبي عن نالك عن غيد بن أسلم وعن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال فشفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلة بنحو من سورة البقى ثم ركع وثاق الحديث حدثنا عمر بن عطمان حدثنا الوليد حدثنا عبد الرحمن بن أمر أنه سأل الزهري فقال الزهري أخبرني عروة عن عائشة قال كثفت الشمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى أن الصلاة جامعا حدثنا القعنبي عن مالك عن عشان ابن عروة عن عروة عن عائشة أن نبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا يقتفاني بموت أحد ولا لحياة فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله عز وجل وكبروا وتصفر حدثنا زهير بن حرب حدثنا معاوية ابن عمر حدثنا زائدة عن بشام عن طاطب عن أثماء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعساقة في صلاة الكتوب حدثنا أحمد بن أبي شعي بن الحراني حدثني الحارث بن عمير البصري عن أيوب السخكياني عن أبي قلال عن نعمان ابن بشير قال كثفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجرت حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن عطاء ابن السائب عن عبد الله ابن عمر قال انكثفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع وفعل في الركعة أخرى مثل ذلك ثم نفق في آخر سجوده فقال اف اف ثم قال رب ألم تعذني أن لا تعذبهم وأنا فيهم ألم تعذني أن لا تعذبهم وهم يتغفرون ففرغ ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلاته وقد أمحصت الشم وساق الحديد حدثنا مسدد حدثنا بشي بن المفضل حدثنا الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة فقال بينما أترمى بأسهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كثفت الشم فنبذتهن وقلت لأنظرن ما أحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثوف الشم اليوم فانتهيت إليه وهو رافع يديه يسدح ويحمد ويهلل ويدعو حتى حسر عن الشم فقرأ بسورتين وركع ركعتين حدثنا محمد بن عمر بن جبلة بن أبي رواد حدثني حرمي بن عمارة عن عبيد الله بن النضر حدثني أبي قال كانت ظلمة على عهد أنث بن مالك قال فأتيت أنثا فقلت يا أبا حمر هل كان يخيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معاذ الله إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة حدثنا محمد بن عطمان بن أبي صفوان التقفي حدثنا يحيى بن كثير حدثنا سلم بن جعفر عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال قيل لابن عبا ماتت ماتت فلانة بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فخر تاجد فقيل لك أسجد هذه الساعة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا وأي آية أعظم من دهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا القعنبي عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال قردت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسقر فأقر صلاة السقر وزيد في صلاة الحضر حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريت وحدثنا قشيش يعني ابن أسرم حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريت عن ابن عبد الله ابن أبي عمار عن عبد الله ابن بابي عن يعلى ابن أميز قال قلتني عمر ابن صفار أرأيت إختار الناس الصلاة وإنما قال تعالى إن ستم أن يفتنكم الذين كفروا فقد ذهب ذلك اليوم فقال عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فقبلوا صدقته حدثنا أحمد بن حندل حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريت سنعت عبد الله ابن أبي عمار يحدث فذكره نحن قال أبو داود رواه أبو عاطم وحمد بن مسعدة كما رواه ابن بكر حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يخي بن يزيد الهنائي قال والعقرب في الحليف برد عربي حدثنا هارون ابن معروف حدثنا ابن وفر عن عمر ابن حارث أن أبا عشانة المعاتل حدث عن عقبة ابن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربكم من ضاع غنم في رأس شضية بجبل يؤدن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤدن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن المسحاج ابن موسى قال قلت لأنث ابن مالد حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وقلنا زال في الشم أو لم تزل صلى الظهر ثم ارتحل حدثنا مسدد حدثنا يحيا عن شعبك حدثني حمزة العائدي رجل من بني ضب سمعت أنث ابن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا إذا نزل منزل لم يرتحل حتى يصل الضفر قال له رجل وإن كان بنصف النهار قال وإن كان بنصف النهار حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي طفيل عامر ابن واثلة أن معاذ بن جبل أخبرهم أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعطر والمغرب والعشاء فأخر الثلاث يوما ثم خرج فطل الظهر والعطر جميعا ثم دخل ثم خرج فطل المغرب والعشاء جميعا حدثنا سليمان بن داوود العتكي حدثنا حماد حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر التصرخ على طفية وهو بمكة أثار حتى غربت الشمس وبدت النجوم فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين فسار حتى غاب الشفق فنزل فجمع بينهما حدثنا يزيد بن خالف بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرمي الهمدني حدثنا المفضل بن فضالة والليث بن سعب عن هشام بن سعب عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ اذكر في غذوة اذا ذاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعقر وإن يرتحل قبل أن تذيغ الشمس اخر الظهر حتى ينزل للعقر وفي المغرب مثل ذلك ان غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للأشاء ثم جمع بينهما قال أبو داود رواه الشام بن عروة عن حسين بن عبد الله عن كريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث المفضل والليل حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن نافع عن أبي موجود عن سليمان بن أبي يحيا عن ابن عمر قال ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء قط في السقر إلا مرة قال أبو داود وهذا يروى عن عيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا على ابن عمر أنه لم يرى ابن عمر جمع بينهما قط إلا تلك الليلة يعني ليلة تصرح على طفل ورؤية من حديث مجحول عن نافع أنه رأى ابن عمر فعل ذلك مرة أو مرتين حدثنا القعدبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن تعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعطر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سقر قال قال مالك أرى ذلك كان في مطر قال أبو داود ورواه حماد بن سلمة نحوه عن أبي الزبير ورواه قرة بن خالق عن أبي الزبير قال في سفرة سافرناها إلى تبوك حدثنا عطمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن تعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يخرج أمتها حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع وعبد الله بن واقض أن مؤذن بن عمر قال الصلاة قال تر تر حتى إذا كان قبل غيوب الشيبة نزل فطل المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفر وطل العشاء ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعه فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث قال أبو داود رواه بن جابر عن نافع نحو هذا بإثنان حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى عن بن جابر لهذا المعمى قال أبو داود ورواه عبد الله بن العلاء عن نافع قال حتى إذا كان عند ذهاب الشفر نزل فجمع بينهما حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد وحدثنا عمر بن عون أخبرنا حماد بن زيد عن عمر بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا وسبعا الظهر والعطر والمغرب والعشاء ولم يقل سليمان ومسدد بنا قال أبو داود ورواه صالح مولى التوأمة عن ابن عباس قال في غير مطر حدثنا أحمد بن صالح حدثنا يحيى بن محمد الجاري حدثنا عبد العزيز بن محمد عن مالك عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غابت له الشمس في مكة فجمع بينهما بسر حدثنا محمد بن هشام جار أحمد بن حنبل حدثنا جعفر بن عون عن هشام بن سعد قال بينهما عشرة أميال يعني بين مكة وسر حدثنا عبد الملك بن شعيب حدثنا ابن وهب عن الليل قال 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 ربيعة يعني كتب إليه حدثني عبد الله بن دينار قال غابت الشمس وأنا عند عبد الله بن عمر فسرنا فلما رأيناه قد أمسى قلنا الصلاة فسار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم ثم إنه نزل فطلت صلاتين جميعا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير صلى صلاة هاته يقول يجمع بينهما بعد ليليل قال أبو داود رواه عاصم بن محمد عن أخيه عبد الظالم ورواه بن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيد أن الجمع بينهما من ابن عمر كان بعد غيوب الشفر حدثنا قفيدة وابن موهب المعنى قالا حدثنا المفضل عن عقيل عن ابن شهاد عن أنت بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العقل ثم نزل كجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب صلى الله عليه وسلم قال أبو داود كان مفضل قاضي مصر وكان مجاب الدعوة وهو ابن فضال حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب أخبرني جاذر بن إسماعيل عن عقيل بهذا الحديث بإسناده قال ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفر حدثنا قسيدة بن سعيد أخبرنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي طفيل عامر بن واتر عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبو إذا ارتحل قبل أن تذيغ الشم أخر الظهر حتى يجمعها إلى العطر فيصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد ذيغ الشم صلى الظهر والعطر جميعا ثم تار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب قال أبو داود ولم يروي هذا الحديث إلا قتيبة وحد حدثنا حفظ بن عمر حدثنا شعبة عن عزيب النسابة عن البراء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبر فصلى بنا العشاء الآخرة وقرأ في أشدى الركعتين بتيه والزيتون حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن صفوان بن سليم عن أبي بسرة العفاري عن البراء بن عازي بن الأنصاري قال فحذت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفر فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر حدثنا القعنبي حدثنا عيسى بن خرص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال فحذت بن عمر في طريق قال فطلى بنا ركعتين ثم أقبل فرأى ناسا قياما فقال ما يصمع هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مسبحا أثممت صلاتي يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهو أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ثالث عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلة أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصل المكتوبة عليها حدثنا مهدد حدثنا ربعي بن عبد الله بن الجارود حدثني عمر بن أبي الحجاج حدثني الجارود بن أبي سبر حدثني أناس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم طلى حيث وجهه ركابه حدثنا القعنبي عن مالك عن عمر بن يحيى المادني عن أبي الحباب تعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيفة حدثنا ابن أبي شيبة حدثنا وقيع عن صفيان عن أبي الضبيب عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة قال فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرف والسجود أخفض من الركوع حدثنا محمود بن خالد حدثنا محمد بن شعير عن معمان بن المنذر عن عطاء بن أبي رباح أنه سأل عائشة رضي الله عنها هل حفظ للنساء أن يصلين على الضواب؟ قالت لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رفا قال محمد هذا في المكتوبة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد وحدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن عليا وهذا لطف أخبرنا علي بن زيد عن أبي نظرة عن عمران بن حسين قال غذوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتحة فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول يا أهل البلد صلوا أربعا فإنا قوم سف حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة المعنى واحد قال حدثنا حقص عن عاصم عن عكرم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام سبع عشرة بمكة يخصر الصلاة قاله العباس ومن أقام سبع عشرة قصر ومن أقام أكثر أسم قال أبو داود قال عباس بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال أقام تسع عشرة حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن زهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح خمس عشرة يخصر الصلاة قال أبو داود روى هذا الحديث عبث بن سليمان وأحمد بن خالد الوهدي وتلمة بن الفضل عن أبي إسحاق لم يذكروا فيه ابن عباس حدثنا مصر بن علي أخضرني أبي حدثنا شريك عن ابن الأصب عن عباس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة سبع عشرة يصلي ركعتين حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حدثنا وحيد حدثني يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة كان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة فقلنا هل أقمتم بها شيئا قال أقمنا بها عشرة حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن المثنى وهذا رفض بن المثنى قال حدثنا أبو أسامة قال ابن المثنى قال أخضرني عبد الله بن محمد بن عمر ابن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جدد أن علي غضي الله عنه كان إذا سافر سار بعدما تغرب الشم حتى تكاد أن تظلم ثم ينزل فيصلي المغرب ثم يدعو بعشائه فيتعشى ثم يصلي العشاء ثم يتحل ويقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنى قال العثمان عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي سمعت أبا داود يقول وروا أسامة بن زيد عن حص بن عبيد الله يعني ابن أنث بن مالك أن أنثا كان يجمع بينهما حين يغير الشفر ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك ورواية الزهرية عن حنث عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الغزاق أخبرنا معمر عن نحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جادر بن عبد الله قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوم يقصر الصلاة قال أبو داود غير معمر يرسله لا يفيده حدثنا سعيد بن منصور حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاه عن أبي عياش الزراقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثانة وعلى المشركين قال ابن الوليد فصلينا الظهرة قال المشركون لقد أصبنا غرة لقد أصبنا غفلة لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف وصف بعد ذلك الصف صف آخر فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا ثم تجد وسجد الصف الذين يلونه وقام الآخرون يحرحونهم فلما صلى هؤلاء اجتسين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرحونهم فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا فسلم عليهم جميعا فصلها بعثانا وصلها يوم بني سليم قال أبو داود روى أيه وهشام عن أبي زبير عن جابر هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس وكذلك عبد الملك عن عطاء عن جابر وكذلك قتادة عن الحسن عن حفقان عن أبي موسى وكذلك عكرمة بن خالد عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوم التوري حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبيه حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خواه عن شهل بن أبي حسمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في خوف فجعلهم خلفه صفين فصلى باللين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائمة حتى طل الذين خلفهم ركعة ثم تقدموا وتأثر الذين كانوا قدامهم وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم قعد حتى طل الذين تخلفوا ركعة ثم سلم حدثنا القاع نبي عن مالك عن يزيد بن رومان عن صارح بن خواه عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى باللتي معه ركعة ثم ثبث قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاة ثم ثبث جالتا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم قال مالك وحديث يزيد بن رومان أحب ما تمعت إليه حدثنا القاع نبي عن مالك عن يحيى بن سعين عن الخاسم ابن محمد عن صالح ابن خوات الأنصاري أن سهل بن أبي حسمة الأنصاري حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو فيرجع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم فإذا استوى قائما ثبث قائما وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم سلموا وانصرفوا والإمام قائما فكانوا وجاه العدو ثم يقبل الآخرون الذين لن يصلوا فيكدرون وراء الإمام فيركع بهم ويسجد بهم ثم يسلموا فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون قال أدو داود وأما رواية يحيى بن سعيد عن القاسم نحو رواية يزيد بن رومان إلا أنه خالفه في السلام ورواية عبيد الله نحو رواية يحيى بن سعيد قال ويثبت قائما حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ حدثنا حيوة وابن لهيعة قالا أخبرنا أبو الأسود أنه سمع روة بن زبير يحديث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف قال أبو هريرة نعم قال مروان متى فقال أبو هريرة عام غزوة نجد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثلاث العقر فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى الفضلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابلين عدو ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه ثم سجدت فسجدت الطائفة التي تديه والآخرون قيام مقابلين عدو ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلين عدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم 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 وركعوا معه ورسول الله صلى الله عليه وسلم 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 وسلموا جميعا فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة حدثنا محمد بن عمر بن الغازي حدثنا سلمة حدثني محمد بن إسحار عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي هريرة فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجد حتى إذا كنا بذات الرقاع من نخل لقي جمعا من غطفان فذكر معناه ولفظه على غير لفظ حيوة وقال فيه فين ركع بمن معه وسجد قال فلما قاموا مشوا القفقر إلى مطاف أصحابهم ولم يذكر استدبار القبلة قال أبو داود وأما عبيد الله بن سعد فحدثنا قال حدثني عمي حدثني أبي عن ابن إسحار حدثني محمد بن جعفر بن الزبير أن عروة بن الزبير حدثت أن عائشة حدثته بهذه القصة قالت كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرت الطائفة الذين صفوا معها ثم ركع فركعوا ثم تجد فسجدوا ثم رفع فرفعوا ثم نكث رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ثم سجدوا لأنفسهم الثانية ثم قاموا فنكثوا على أعقابهم يمسون القفقر حتى قاموا من ورائهم وجاءت الطائفة الأخرى فقاموا فكبروا ثم ركعوا لأنفسهم ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجدوا معه ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدوا لأنفسهم الثانية ثم قامت الطائفة الثاني جميعا فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع فركعوا ثم تجد فسجدوا جميعا ثم عاد فسجد الثانية وسجدوا معه سريعا كأسرع إسراع جاهدا لا يألون فراعا ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شاركه الناس في الصلاة كلها حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهرية عن سالة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإشدى الطائفتين ركعة وطائفة أخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم قال أبو داود وكذلك رواه نافع وخالد بن معدان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قول مسروق ويوسف بن مهران عن ابن عباس وكذلك روا يونس عن الحسن عن أبي موسى أنه فعل حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا ابن فضيل حدثنا قصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقاموا صفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف مستقبل العدو فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم واستقبل هؤلاء العدو وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك متقبل العدو ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا حدثنا سميم بن المنتصر أخبرنا إحاق يعني ابن يوسف عن شريك عن خصيف بإسناده ومعنى قال فكبر نبي الله صلى الله عليه وسلم وكبر الطفان جميعا قال أبو داود رواه الثوري بهذا المعنى عن خصيف وصلى عبد الرحمن بن ثمرة هكذا إلا أن الطائفة التي صلى بهم ركعة ثم سلم مضوا إلى مقام أصحابهم وجاء هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم رجعوا إلى مقام أولئك فصلوا لأنفسهم ركعة قال أبو داود حدثنا بذلك مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد الصمد بن حبيب قال أخبرني أبي أنهم غزوا مع عبد الرحمن بن ثمرة تكابلة فصلى بنا صلاة الخوف حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن صفيان حدثني الأشعة بن ثليم عن الأسود بن هلال عن تعلبة بن زهد من قال كنا مع سعيد بن العاف بطبر الثان رامة فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقال حديثة أنا فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقتل قال أبو داود وكذا رواه عبيد الله بن عبد الله ومجاهد عن ابن عباس عن النبية صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن شقير عن أبي هريرة عن النبية صلى الله عليه وسلم ويذيد الفقير وأبو موسى قال أبو داود رجل من التابعين ليس بالأشعرين جميعا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال بعضهم عن شعبة في حديث يزيد الفقير إنهم قضوا ركعة أخرى وكذلك رواه سماك الحنفي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكانت للقوم ركعة ركعة وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين حدثنا مسدد وسعيد بن منصور قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأثنث عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا الأشعة عن حسن عن أبي بكرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو وصلى بهم ركعتين ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه ووقفوا موقف أخهابهم ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلوا بهم ركعتين ثم سلم فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة ولأصحابه ركعتين ركعتين وبذلك كان يفتل حسن قال أبو داود وكذلك في المغرب يكون للإمام سلت ركعات وللقوم ثلاث ثلاثة قال أبو داود وكذلك رواه يحيب أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قال سليمان اليشكري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو مهمر عبد الله بن عمر حدثنا عبد الوارد حدثنا محمد بن إسحاء عن محمد بن جعفر عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال بعتني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذري وكانوا نحو عرنة وعرفات فقال اذهب فاقتل قال فرأيته وحضرت صلاة العطر فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة فانطلقت أنشي وأنا أخلي أومئ إيماء النحوة فلما تنوت منه قال لي من أنت قلت رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذاك قال إني لفي ذاك فمشيت معه ساعة حتى إذا أنكنني علوته بسيفي حتى برد حدثنا محمد بن عيسى حدثنا ابن علية حدثنا داود بن أبي هند حدثنا النعمان بن سالم عن عمر بن أوث عن عنفسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من طل في يوم سنتي عشرة ركعة تطوع بني له بهن بيت في الجنة حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أكبرنا قالت وحدثنا مستدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا قالت المعنى عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع فقالت كان يصلي قبل الظهر أربعة في بيتي ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغربة ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي بهم العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل تسع ركعا فيهن الوقت وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا فإذا قرأ وهو قائم ركع وتجد وهو قائم وإذا قرأ وهو قاعد ركع وتجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس طلاة الفجر صلى الله عليه وسلم حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبنه عن عبشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل صلاة الغداء حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن دريج حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل صلاة الغداء حدثنا أحمد بن أبي شعيب من الحراني حدثنا ذهير بن معاوية حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمير عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفق الركعتين قبل صلاة الفجر حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن حدثنا يحيى بن معين حدثنا مروان بن معاوية حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حاجة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتين الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحاق حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو المغيرة حدثنا عبد الله بن العلاء حدثني أبو زيادة عبيد الله بن زيادة الكندي عن بلال أنه حدث أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بطلاة الغداء فشغلت عائشة رضي الله عنها بلالا بأمر سألته عنه حتى فضحه الصبح فأطبح جدا قال فقام بلال فآذنه بالظلاة وتابع آذانه فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خرجت الله بالناس وأخبرهم أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أطبح جدا وأنه أبطأ عليه بالخروج فقال إني كنت ركعت ركعتي الفجر فقال يا رفول الله إنك أطبحت جدا قال لو أطبحت أكثر مما أطبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا عبد الرحمن يعني إنه إسحاقا مدني عن ابن زيد عن ابن سيلان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوهما وإن طربتكم الفير حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عثمان بن حكيم أخبرني سعيد بن يسار عن عبد الله بن عباس أن كثيرا مما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتين فجر بي آمنا بالله وما أنزل إلينا هذه الآية قال هذه في الركعة الأولى وفي الركعة الآخرة بي آمنا بالله واشهد بأننا نسلمون حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عثمان بن عمر يعني ابن موسى عن أبي الغير عن أبي الغريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتين فجر قل آمنا بالله وما أنزل علينا في الركعة الأولى وفي الركعة الأخرى بهذه الآية ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أو إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم شكى أدرى ورده حدثنا مسدد أبو كامل وعبيد الله بن عمر بن ميسرة قالوا حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليتجع على يمينه فقال له مروان بن الحكم أما يزدئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يتجع على يمينه قال عبيد الله في حديثه قال لا قال فبلغ ذلك ابن عمر فقال أثر أبو هريرة على نفته قال فقيل لابن عمر هل تنكر شيئا مما يقول قال لا ولكنه استرأ وجبنا قال فبلغ ذلك أبا هريرة قال فما ذنبي إن كنت حفظت ونفته حدثنا يحلى بن حكيم حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك بن أنس عن سالم أبي النظر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى ثلاثه من آخر الليل نظر فإن كنت مستيخظة حدث وإن كنت نائمة أي أغني وطل ركعتين ثم طجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصدق فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن من حدثه ابن أبي عتاب أو غيره عن أبي سلمة قال قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قل ركعتين الفجر فإن كنت نائمة اتجع وإن كنت مستيخظة حدث حدثنا عباس العنبري وزياد بن يحيى قال حدثنا سهل بن حمد عن أبي مكين حدثنا أبو الفضير رجل من الأنصار عن مسلم بن أبي بكر عن أبيه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله قال قال حدثنا أبو الفضير حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حمد بن زيد عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فصلى ركعتين ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فلما انفر فقال يا فلان أيتهما صلاة التي صليت وحده أو التي صليت معنا حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حمد بن سلم وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ورطا وحدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عاكم عن ابن جريج وحدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون عن حمد بن زيد عن أيوب وحدثنا محمد بن المتوكل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا زكريا بن إسحاق كلهم عن عمر بن دينار عن عضاء بن يساق عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير عن سعد بن سعيد حدثني محمد بن أبرهيم عن قيس بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة صبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتين فقال رجل إني لم أكن صليت الرجعتين لذين قبلهم فصليتهم الآن فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا حامد بن يحيى البلسي قال قال فسيان كان عصاء بن أبي رباح يحدث بهذا الحديث عن سعد بن سعيد قال أبو داود وروا عبد ربه ويحيى ابن سعيد هذا الحديث مرسلا أن جدهم زيدا فالله مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة حدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا محمد بن شعيد عن النعمان عن مكحول عن عنبسة بن أبي ربيان قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها أرم على النار قال أبو داود رواه العلاء بن الحارث وسليمان بن موسى عن مكحول بإسناده مثلا حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه قال سمعت عبيدة يحدث عن إبراهيم عن ابن منجاب عن قرسع عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء قال أبو داود بلغني عن يحيى بن سعيد القطان قال لو حدثت عن عبيدة بشيء لحدثت عنه بهذا الحديث قال أبو داود عبيدة ضعيف قال أبو داود ابن منجاب هو سفر حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن مهان الخرشي حدثني جدي أبو المثنى عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم اللهم رأى صلى قبل العقر أربعة حدثنا حقس بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلي قبل العقر ركعتين حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهو أخبرني عمر بن الحارث عن بكير بن الأشج عن كريب مولى بن عبادة أن عبد الله بن عبادة وعبد الرحمن بن أزهر والمثور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن ركعتين بعد العصر وقل إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنكما فدخلت عليها فبلغتها ما أرسلوني به فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فقلت هومي بجنبه فقولي له تقول أم سلمة يا رسول الله أسمعك تنهى عن هاتين الرجعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه قالت ففعلت الجارية فأشار بيده فسأخرت عنه فلما انفر فقال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني ناس من عبد القيث بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثلاث بعد العصر إلا والشمس مرتفع حدثنا محمد بن كثير أخبرنا تكيان عن أبي إسحاق عن عاقم بن ضمرة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في إسر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان حدثنا قتادة عن أبي العلي عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب وأرضاهم عندي عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاث بعد طلاث الصبح حتى تطلع الشمس ولا طلاث بعد طلاث العقر حتى تغرب الشمس حدثنا ربيع بن نافع حدثنا محمد بن المهاجر عن العباس بن سالم عن أبي سلام عن أبي أمام عن عمر بن عباس السلامي أنه قال قلت يا رسول الله أي الليل أسمع قال جوف الليل الآخر فصلنا شئس فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تطلع الصبح ثم أكثر حتى تطلع الشمس وترتفع كيس رمح أو رمحين فإنها تطلع بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار ثم صل ما شئس فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظينه ثم أكثر فإن جهنم تذجر وتفتح أبوابها فإن زاغت الشمس فصل ما شئس فإن الصلاة مشهودة حتى تطلع العقر ثم أكثر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار وغص حديثا طويلا قال العباس هكذا حدثني أبو سلام عن أبي أمامة إلا أن أغطئ شيئا لا أريده فأستغتر الله وأتوب إليه حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أهيب حدثنا قدامة بن موسى عن أيوب بن حسين عن أبي علحمة عن يسار مولى بن عمر قال رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تطلوا بعد الفجر إلا تزدثي حدثنا حفظ بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحا عن الأسود ومسروه قالا نشهد على عائشة رضي الله عنها أنها قال ما من يوم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا فلا بعد العقل ركعتين حدثنا عبيد الله بن سعد حدثنا عمي حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن محمد بن عمر بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة أنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العقل وينهى عنها ويواطل وينهى عن الوصار حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن الحسين المعلم عن عبد الله بن بريه عن عبد الله المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء خشية أن يتخذها من هاتن حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز أخبرنا سعيد بن سليمان حدثنا منصور بن أبي الأسود عن المختار في كل فل عن أنت بن مالك قال صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت لأنت أرآكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رآنا فلم يؤمرنا ولم ينفن حدثنا عبد الله بن محمد بن فيدي حدثنا ابن علية عن جريري عن عبد الله بن بريه عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة لمن شاء حدثنا ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي شعيب عن طاووس قال تئل ابن غمر عن ركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحدا على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما ورخصت الركعتين بعد العبد قال أبو داود سمعت يخيب نمعين يقول هو شعيم يعني وهما شعبة في اسمه حدثنا أحمد بن منيع عن عباد بن عباد وحدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد المعنى عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمى عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلام من ابن آدم صدق تسريمه على من لقي صدق وأمره بالمعروف صدق ونهله عن المنكر صدق وإماقته الأذى عن الطريق صدق وبضعة أهله صدق ويزدئ من ذلك كله ركعتان من الضحى قال أبو داود وحديث عباد أتم ولم يذكر مسدد الأمر والنهي زاد في حديثه وقال كذا وكذا وزاد ابن منيعا في حديثه قالوا يا رسول الله أحدنا يقضي شهوته وتكون له صدقة قال أرأيت لو وضعها في غير حلها ألم يكن يأسم حدثنا وهو بن بقية أخبرنا قالد عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤالي قال بينما نحن عند أبي ذر قال يصبح على كل شلام من أحدكم في كل يوم صدقة فله بكل صلاة صدقة وقيام صدقة وحج صدقة وتسبيح صدقة وتكبير صدقة وتحميد صدقة فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال الصالحة ثم قال يجدئ أحدكم من ذلك رفعة الضحة حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا ابن واهب عن يحيى بن أيوب عن ذبان بن فائد عن سهل بن معال بن أنس الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد في مصلاه حين ينصرح من صلاة الصدق حتى يسبح رفعتي الضحة لا يقول إلا خيرا غفر له قضاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا الهيثم بن حميد عن يحيى بن الحارث عن الخاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في إسر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عزيين حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكفول عن كثير بن مرة أبي شجرة عن نعين بن همار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله عز وجل يا ابن آذر لا تعجذني من أربع ركعات في أول نهار أكثر آخر حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمر بن سر قال حدثنا ابن وهو حدثني عياض بن عبد الله عن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب المولى بن عباه عن أم هانئ بن جأبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى تبحة الضحى ثمانية ركعات يسلم من كل ركعتين قال أحمد بن صالح إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح تبحة الضحى فذكر مثله قال ابن سر إن أم هانئ قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر تبحة الضحى بمعنى حدثنا حفظ ابن عمر حدثنا شعبة عن عمر بن مرر عن ابن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أمهانه فإنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فت في مكة اغتثل في بيتها وصلى ثماني ركعا فلم يره أحد صلى هنا بعد حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى فقالت لا إلا أن يجيء من مغيز قلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين السورتين قالت من المفصل حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن زبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم تبحث الضحى فقه وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل بهن فيفرد عليه حدثنا ابن نفيل وأحمد بن يونس قال حدثنا ذهير حدثنا فيماكن قال قلت لجاجر ابن سمرة كنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم كثيرا فكان لا يقوم من مصلاه الذي صلت فيه الغداء حتى تطلع الشم فإذا طلعت قام صلى الله عليه وسلم حدثنا عمر بن مرضو أخبرنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنا مثنا حدثنا ابن المثنى حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا شعبة حدثني عبد ربه بن سعيد عن أمث بن أبي أمث عن عبد الله بن نافع عن عبد الله بن الحال عن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنا مثنا أن تشهد في كل رقعتين وأن تباءث وتمسكن وتقنع في يديك وتقول اللهم اللهم فمن لم يفعل ذلك فهي فدات سئل أبو جاود عن صلاة الليل مثنا قال إن شئت مثنا وإن شئت أربعا حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسى بوري حدثنا موسى بن عبد العزيز حدثنا الحكم بن أبانا عن عقرم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي عباس بن عبد المطلب يا عباس يا عمان ألا أعطيت ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خطان إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خطان أن تصلي أربع ركعا تقرأ في كل ركعة فافحة الكتاب وسورة إذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأن تقاء قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقولها وأن تراكع عشرا ثم ترفع رأتك من الركوع فتقولها عشرا ثم تأوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا ثم ترفع رأتك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شفر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة حدثنا محمد بن تفيان القبلي حدثنا حفان فلال أبو حبيب حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا عمر بن مالك عن أبي الجوزاء قال حدثني رجل كانت له صحبة يرون أنه عبد الله بن عمر قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ائتني غدا أحبوك وأخيبك وأعطيك حتى ضمنت أنه يعطيني عطي قال إذا زال النهار فقم فطل أربع ركعات فذكر نحن قال ثم ترفع رأتك يعني من السجدة ثانية تستوي جالتا ولا تقم حتى تسبح عشرة وتحمد عشرة وتكبر عشرة وتهلل عشرة ثم تصنع ذلك في الأربع ركعات قال فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنبا غفر لك بذلك قلت فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة قال صلها من الليل والنهار قال أبو داود حبان بن هلال خال هلال من رأي قال أبو داود رواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمر موقوف ورواه روح بن المسيب وجعفر بن سليمان عن عمر بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس أولوك وقال في حديث روح فقال حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا محمد بن مهاجر عن عروة بن روين حدثني الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجعفر بهذا الحديث فذكر نحوه قال في السجدة الثانية من الرجعة الأولى كما قال في حديث مهدي بن ميمون حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود حدثني أبو مطرق محمد بن أبي الوزير حدثنا محمد بن موسى الفطري عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أدا مسجد بن عبد الأشهل فصلى فيه المغرب فلما قضوا صلاتهم فآهم يسبحون بعدها فقال هذه صلاة البيوت حدثنا حسين بن عبد الرحمن الجرجراء حدثنا طلق بن غنام حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد قال أبو داود رواه نصر المجدر عن يعقوب القمي وأسنده مثله قال أبو داود حدثناه محمد بن عيسى بن قبع حدثنا نصر المجدر عن يعقوب مثله حدثنا أحمد بن يونس وسليمان بن زاود العتكي قالا حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير عن النبي بمعنائه مرسلا قال أبو داود سمعت محمد بن حميد يقول سمعت العقوب يقول كل شيء حدثتكم عن جعفر بن المغيرة عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مصند عن ابن عباة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن رافع حدثنا زيد بن حباب العكلي حدثني مالك بن مغول حدثني مقاتل بن بشير العجلي عن شريح بن هان عن عائشة رضي الله عنها قال سألتها عن طلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قطر فدخل علي إلا طل أربع ركعات أو ست ركعات ولقد مطرنا مرة بالليل فرحنا له نقعة فكأني أنظر إلى ثقف فيه ينبع الماء منه وما رأيته متقيا من الأرض بشيء من ثياثه حدثنا أحمد بن محمد المروزي ابن شبوي حدثني علي بن حسين عن أبي عن يزيد النحوي عن ابن عباس عن ابن عباس قال في المدمن قم الليل إلا قليلا مصفه نتخذها الآية التي فيها علم أن لن تصصوه فتاب عليكم فقرأوا ماذا يترى من القرآن وناشئة الليل أولا وكانت صلاةهم لأول الليل يقولوا هو أجدر أن تخصوا ما فرض الله عليكم من قيام الليل وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدر متى يتيقظ وقوله أقوى مقيلا هو أجدر أن يفقه في القرآن وقوله إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا يقولوا فراغا طويل حدثنا أحمد بن محمد يعني المروذي حدثنا وكيع عن نسعر عن فماك الحنفي عن ابن عبد السمقان لما نزلت أول المدمن كانوا يقومون نشوا من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها وكان بين أولها وآخرها فن حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النس وإلا أصبح خبيثا نس كثالا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد بن كمير قال سمعت عبدالله بن أبي قيس يقول قال تعيشة رضي الله عنها لا تدع قياما لي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه وكان إذا مرض أو كثل صلى قاعدة حدثنا ابن بشار حدثنا يحيا حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فطلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء رحم الله امرأة قامت من الليل فطلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضح في وجهه الماء حدثنا ابن كثير حدثنا سفيان عن نسعر عن علي بن الأقمر وحدثنا محمد بن محاكم بن بزيع حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمى عن علي بن الأقمر المعنى عن الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعقظ الرجل أهله من الليل فطل يا أو طلا ركعثين جميعا كتبات الذاكرين والذاكرات ولم يرفعه ابن كثير ولا ذكر أبا هريرة جعله كلام أبي سعيد قال أبو داود رواه ابن مهدي عن سفيان قال وأراه ذكر أبا هريرة قال أبو داود وحديث سفيان موقوف حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن عبيه عن عائشة ذوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعت أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعت لعله يذهب يستغفر ويسب نفسه حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبت عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانك فلم يدر ما يقول فليبقجك حدثنا زياد بن أيوبا وهارون بن عباد الأزدي أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم حدثنا عبد العزيز عن أنث قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ثاريتين فقال ما هذا الحبل فقيل يا رسول الله هذه حملة بنت جح تطل فإذا أعيت تعلقت به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتطل ما أطاق فإذا أعيت فالتج قال أبياد فقال ما هذا فقالوا لزينا فقال فإذا كثلت أو فترت أمسك فيه فقال حلوه فقال ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كثل أو فتر فليقعد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو فضوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان وحدثنا سليمان بن داود ومحمد بن سلمة المراد قالا قالا حدثنا ابن وهب المعنى عن يونس عن ابن شهاب أن سائب بن يزيد وعبيد الله أخبراه أن عبد الرحمن بن عبد قال عن ابن وهب بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخضاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزه أو عن شيء منه فقرأه ما بين طلاف الفجر وطلاف الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل حدثنا القعنبي عن نالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضي أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدر حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينجد ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يفقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حدثنا حسين بن يديد الكوفي حدثنا حص عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوقظه الله عز وجل بالليل فما يجيء السحر حتى يفرغ من حذره حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا أبو الأحوط وحدثنا هناز عن أبي الأحوط وهذا حديث إبراهيم عن أشعف عن أبيه عن مسروق خال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لها أي حين كان يصلي قال كان إذا سمع الصراف قامت صلى حدثنا أبو ثوبة عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلم عن عائشة قال ما ألفاه السحر عندي إلا نائمة تعني النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن عيسى حدثنا يحيى بن زكريا عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلي عن عبد العزيز بن أخي حذيفة عن حذيفة تغار كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى حدثنا هشام بن عمار حدثنا الهقل بن زياد حدثنا الأوزاعي عن محيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال سمعت ربيعة بن كعب الأسلمية يقول كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوءه وبحاجته قال سلمي وقلت مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذا قال فأعني على نفسك بكثرة تجوه حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد بن زريع حدثنا تعيبا عن أتابة عن أنس بن مالك في هذه الآية تجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفعون قال كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون وكان الحسن يقول قيام الليل حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن سعيد عن قتالة عن أنس في قومه عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يفجعون قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء زاد في حديث يحيى وكذلك تتجافى جنوبهم حدثنا ربيع منافع أبو توبة حدثنا سليمان بن حيان عن هشام بن حسان عن ابن كيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل بل يصل ركعتين خفيفين حدثنا مخلد بن خالد حدثنا إبراهيم يعني ابن خالد عن رباح بن زيد عن معمر عن أيوب عن ابن تيرين عن أبي هريرة قال إذا بمعنى ذات ثم ليطول بعد ما شاء قال أبو داود روى هذا الحديث حمد بن سلمة وزهير بن معاوية وجماعة عن هشام عن محمد أوقروه على أبي هريرة وكذلك رواه أيوب وابن عون أوقفوه على أبي هريرة ورواه ابن عون عن محمد قال فيهما تجود حدثنا ابن حنبل يعني أحمد حدثنا حجات قال قال ابن جريج أخبرني عثمان ابن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخسعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال طول قيام حدثنا القعنبي عن مالك عن ناسع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما خطى الله حدثنا محمد بن جعفر الوركاني حدثنا ابن أبي الزينار عن عمر بن أبي عمر مولى المطلب عن أكرمه عن ابن عباس قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت حدثنا محمد بن بكار بن الريان حدثنا عبد الله بن المبارك عن عمران بن زائدة عن أبيه عن أبي خالد الوالد كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع قورا ويخفض قورا قال أبو داود أبو خالد الوالد اسمه هرمز حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت البناني عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا الحسن بن الصباح حدثنا يحيى بن إسحاء أخبرنا حماد بن سلم عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته قال ومر بعمر بن الخطاب وهو يصلي رافعا صوته قال فلما اجتمعا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوته قال قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله قال وقال بعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوته قال وقال يا رسول الله اوقظ الوسنان وأطرد الشيطان زاد الحسن في حديثه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع مع صوتك شيئا وقال لعمر اكفض من صوتك شيئا حدثنا أبو حسين بن يحيى الرازي حدثنا أخباق بن محمد عن محمد بن عمر عن أبي سلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة لم يذكر فقال لأبي بكر ارفع مع صوتك شيئا ولعمر اكفض شيئا زاد وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة قال كلام طيب يجمع الله تعالى بعضه إلى بعض فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم قد أصار حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قام من الليل فقرأ فرفع قوته بالقرآن فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله فلانا كأي من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أفقطها قال أبو داود رواه هارون النحوي عن حماد بن سلمة في سورة آل عمرانا في الحروف وكأي من النبي حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أصبرنا معمر عن اسماعيل بن أمية عن أبي سلم عن أبي سعيد قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراء فكشف الستر وقال ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة حدثنا عثمان أبي شيبة حدثنا اسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن حنظلة عن الخاسم ابن محمد عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة ويسجد سجدتي الفج فذلك ثلاثة عشرة ركعات حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن زبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل احدى عشرة ركعات يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها يطجع على شخصه الأيمن حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ونصر بن عاصم وهذا رقده قال حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي وقال نصر عن ابن أبي ذئب والأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن يمصدع الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل فنتين ويوتر بواحدة ويمكث في سجود قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه فإذا تكث المؤذن بالأولى صلاة الفجر آم فركع ركعتين خفيفتين ثم اطجع على شخصه الأيمن حتى يأتيه المؤذن حدثنا سليمان بن زاوود المهري حدثنا ابن وهب أخبرني ابن أبي ذئر وعمر بن الحارث ويونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبرهم بإسناده ومعنى قال ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه فإذا تكث المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وساق معناه قال وبعضهم يزيد على بعض حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيه حدثنا هشام بن عروة عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر منها بخمس لا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة فيتلم قال أبو داود رواه ابن نمير عن هشام نحوة حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خطمتين حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم قالت حدثنا أبان عن نحيا عن أبي سلم عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة كان يصلي ثماني ركعات ويوتر بركعة ثم يصلي قال مسلم بعد الوتر ثم اتفقا ركعتين وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قامت تركع ويصلي بين أذان الفجر والإقامة ركعتين حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على أحدى عشرة ركعة يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي حدثنا حفظ بن عمر حدثنا هنام حدثنا قتاذة عن جرارة بن أوفة عن فعد بن هشام قال طلقت امرأتي فأتيت المدينة لأبيع عقارا كان لي بها فأشتري به السلاحة وأغذره فلقيت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قد أراد نفر منا ستة أن يفعلوا ذلك فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فأتيت ابن عباس فسألته عن وطر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدلك على أعلى منها بوطر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي عائشة رضي الله عنها فأتيتها فسبعت حكيم بن أسلح فأبى فناشته فانطلق معي فسأذنى على عائشة فقالت من هذا؟ قال حكيم بن أسلح قالت ومن معك؟ قال سعد بن هشام قالت هشام بن عامر الذي قتل يوم أرحب قال قلت نعم قالت نعم المرء كان عامر قال قلت يا أم المؤمنين حدثيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ القرآن فإن كل قرره الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن قال فقلت حدثيني عن خيال الليل قالت ألست تقرأ يا أيها المزمن قال قلت بلى قالت فإن أول هذه السورة نزلت فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت أقدامهم وحبث خاتمتها في السماء اثني عشر شهرا ثم نزل آخرها فصار قيام الليل تطوع بعد فريضة قال قلت حدثيني عن وطر النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يوتر بثمان ركعات لا يجلس إلا في الثانية ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى لا يجلس إلا في الثانية والتاسعة ولا يسلم إلا في التاسعة ثم يصلي ركعتين وهو جالت فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني فلما أسن وأخذ اللحمة أو ترى بتبع ركعات لم يجلس إلا في الثانية والسابعة ولم يسلم إلا في الثانية ثم يصلي ركعتين وهو جالت فتلك هي تسع ركعات يا بني ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يتمها في الصباح ولم يقرأ القرآن في ليلة قف ولم يصم شهرا يتمه غير رمضان وكان إذا صلى ثلاثا داوم عليها وكان إذا غلبته عيناه من الليل بنوم صلى من النهار تنتي عشرة ركعة قال فأتيت ابن عباس فحدثته فقال هذا والله هو الحديث ولو كنت أكلمها لأتيتها حتى أشافهها به مشافهة قال قلت لو علمت أنك لا تكلمها ما حدثتك حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة بإسناده نحوه وقال يصلي ثمانية ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيجلس فيذر الله عز وجل ثم يدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جارس بعدما يسلم ثم يصلي ركعة فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني فلما أسنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحمة أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس بعدما يسلم بمعنى إلى مشافة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد بهذا الحديث قال يسلم تسليما يسمعنا كما قال يحيى بن سعيد حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عزي عن سعيد بهذا الحديث قال ابن بشار بنحو حديث يحيى بن سعيد إلا أنه قال ويسلم تسليما يسمعنا حدثنا علي بن حسين الجرهني حدثنا ابن أبي عزي عن بث بن حكيم حدثنا زغارة بن أوفا أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل فقالت كان يصلي العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيرجع أربع ركعات ثم يأوي إلى فراشه وينام ورهوره مغطى أندرأته وسوافه موضوع حتى يبعثه الله ساعته التي يبعثه من الليل فيتسوك ويسبغ الوضوء ثم يقوم إلى مطلع فيصلي ثماني ركعات يقرأ فيهن بأم الكتاب وسورة من القرآن وما شاء الله ولا يقعد في شيء منها حتى يقعد في التالي ولا يسلم ويقرأ في التاسع ثم يقعد فيدعو بما شاء الله أن يدعوه ويسأله ويرغب إليه ويسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد يوقظ أهل البيت من جدة تسليمه ثم يقرأ وهو قاعد بأم الكتاب ويركع وهو قاعد ثم يقرأ الثانية فيركع ويسجد وهو قاعد ثم يدعو ما شاء الله أن يدعوه ثم يسلم وينصر فلم تزل تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدنا فنقف من التسع ثمتين فجعلها إلى السس والسبع وركع فيه وهو قاعد حتى قبض على ذلك صلى الله عليه وسلم حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا بهز بن حكيم فذكر هذا الحديث بإثنان قال يصلي العشاء ثم يأوي إلى فراشه لم يذكر الأربع ركعات وساق الحديث وقال فيه فيصلي ثماني ركعات يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ولا يجلس في شيء منهن إلا في الثاني فإنه كان يجلس ثم يقوم ولا يسلم فيه فيصلي ركعة يوتر بها ثم يسلم تسليمة يرفع بها قوته حتى يوقغنا ثم ساق معنا حدثنا عمر بن عثمان حدثنا مروان يعني ابن معاوية عن بهز حدثنا زرارة ابن أوفر عن عكشة أم المؤمنين أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي بالناس العشاء ثم يرجع إلى أهله فيصلي أربعا ثم يأوي إلى فراشه ثم ساق الحديث بطوله ولم يذكر يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ولم يذكر في تسليمه حتى يوقغنا حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن بهز بن حكيم عن زرارة ابن أوفر عن سعد بن هشام عن عائشة ربي الله عنها بهذا الحديث حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن محمد بن عمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر بسبع أو كما قالت ويصلي ركعتين وهو جالس وركعتين فجر بين الأذان والإقامة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمر عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينتر بتسع ركعات ثم أوتر بتبع ركعات وركع ركعتين وهو جالس بعد الوتر يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم سجد قال أدو داود روى الحديثين خالد بن عبد الله الواقفي عن محمد بن عمر مثله قال فيه قال علقمة بن وقا يا أمتا كيف كان يصلي الركعتين فذكر معنا حدثنا وهو بن بقية عن حان وحدثنا ابن المثنة حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن الحسن عن فعد بن هشام قال قد انت المدينة فدخلت على عائشة فقلت أسبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة العشاء ثم يأوي إلى فراشة فينام فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره فتوضأ ثم دخل المسجد فطلّى ثماني ركعات يخيل إلي أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ثم يؤثر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جارث ثم يضع جنبه فربما جاء بلال فآذنه بالصلاة ثم يؤفي وربما شكت أغفى أو لا حتى يؤذنه بالصلاة فكانت تلك صلاته حتى أسنى ولحم فذكرت من لحنه ما شاء الله وساق الحديث حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشيم أخبرنا حصين عن حبيب بن أبي ثابت وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس أنه رقد عند النبي صلى الله عليه وسلم فرآه استيقظ فتثوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض حتى أسم السورة ثم قام فثلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات كل ذلك يستاف ثم يتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات ثم أوثر قال عثمان بثلاث ركعات فأتاه المؤذن فخرج إلى الصلاة وقال ابن عيسى ثم أوثر فأتاه بلال فآذنه بالصلاة حين طلع الفجر فصلى ركعتي الفجر ثم خرج إلى الصلاة ثم اتفقا وهو يقول اللهم جعل في قلبي نورا وجعل في لساني نورا وجعل في سمعي نورا وجعل في بصري نورا وجعل خلفي نورا وأماني نورا وجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم وأعظم لي نورا حدثنا وهب ابن بقية عن خالد عن حسين نحوه قال وأعظم لي نورا قال ابو داود وكذلك قال ابو خالد دالاني عن حبيب في هذا وكذلك قال في هذا الحديث وقال سلمة ابن كهيل عن ابي رشدينة عن ابن عبات حدثنا محمد ابن بشار حدثنا ابو عاطم حدثنا ذهير ابن محمد عن شريف ابن عبد الله ابن ابي نمر عن كريب عن الفضل ابن عبات قال بيت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنظر كيف يصل فقام فتوضأ وصلى ركعتين قيامه مثل ركوعه وركوعه مثل رجوده ثم نام ثم استيقظ فتوضأ واستنى ثم قرأ بخمس آيات من آل عمران إن في قلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار فلم نزل يفعل هذا حتى صلى عشر ركعات ثم قام فصلى سجدة واحدة فأوتر بها وناد المنادي عند ذلك فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فكت المؤذن فصلى سجدتين خفيفتين ثم جلت حتى صلت فقال أبو داود خفي علي من ابن بشار بعضه حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا محمد بن قيس الأسدي عن الحكم بن عثيبة عن فعيد بن جبيب عن ابن عباس قال بدوا عند خالتي ميمونة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنسى فقال أصلى الغلام؟ قالوا نعم فتجع حتى إذا مضى من الليل ما شاء الله قام فتوضأ ثم صلى سبعا أو خمسا أو ترى بهن لم يسلم إلا في آخرهن حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبيب عن ابن عباس قال بدوا في بيت خالتي ميمونة بنت الحارق فصل النبي صلى الله عليه وسلم الأشاء ثم جاء فطلى أربعة ثم نام ثم قام يصلي فقمت عن يساره فأدارني فأقامني عن يمينه فطلى خمسا ثم نام حتى تمعت غطيره أو خطيره ثم قام فطلى ركعتين ثم خرج فطلى الغتاء حدثنا قسيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد عن يحيى بن عباس عن سعيد بن جبيب أن ابن عباس حدثه في هذه القصة قال فقام فصلى ركعتين ركعتين حتى طلى ثماني ركعا ثم أوتر بخمس ولم يجلس بينهم حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحى عن محمد بن جعفر بن زبير عن عروة بن زبير عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتين قبل الصبر يصلي ستا مثنى مثنى ويوتر بخمس لا يقعد بينهن إلا في آخرهم حدثنا قسيبة حدثنا الليث عن وزيد بن أبي حبيب عن عراف بن مالك عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر حدثنا نصر بن علي وجعفر بن مسافر أن عبد الله بن يزيد المقرئة أخبرهما عن سعيد بن أبي أيوب عن جعفر بن ربيعة عن عراف بن مالك عن أبي سلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ثم صلى ثماني ركعات قائمة وركعتين بين الأذانين ولم يكن يدعهما قال جعفر بن مسافر في حديثه وركعتين جالسة بين الأذانين زاد جالسة حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن معاوية ابن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال قلت لعائشة رضي الله عنها بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر قال كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشر قال أبو داود زاد أحمد بن صالح ولم يكن يوتر بركعتين قبل الفجر قلت ما يوتر قالت لم يكن يدع ذلك ولم يذكر أحمد وست وثلاث حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن منصور بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق الهنداني عن الأسود بن يزي أنه دخل على عائشة فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل قالت كان يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل ثم إنه صلى إحدى عشرة ركعة وتعك ركعتين ثم قبض صلى الله عليه وسلم حين قبض وهو يصلي من الليل تسع ركعة وكان آخر طلاته من الليل الوتر حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليل حدثني أبي عن جدد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن مخرمة بن سليمان أن كريب المولى بن عباس أخبره أنه قال سألت ابن عباس كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل قال بيت عنده ليلة وهو عند ميمونة فنام حتى إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه استيقظ فقام إلى شن فيه ماء فتوضأ وتوضأت معه ثم قام فقمت إلى جنبه على عساب فجعلني على يمينه ثم وضع يده على رأبي كأنه يمث أذن كأنه يوقظني فصلى ركعتين خفيفتين قد قرأ فيهما بأم القرآن في كل ركعة ثم سلم ثم طل حتى طل إشدى عشرة ركعة بالوتر ثم نام فأتاه بلال فقال الصلاة يا رؤول الله فقام فركع ركعتين ثم صلى لنا حدثنا نوف بن حبيب ويحيى بن موسى حدثنا عبد الغزاق أخبرنا مهمر عن ابن طاووس عن عكرمة ابن خالد عن ابن عباس قال بيت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فصلى ثلاث عشرة ركعة منها ركعتين فجر حذرت قيامه في كل ركعة بقدري يا أيها المزدمل لم يقل نوف منها ركعتين فجر حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل قال فتوسطت عتبته أو فسطاطه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين 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 ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم طلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم طلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك ثلاث عشر سرقع حدثنا القعنبي عن مالك عن مخرمة ابن سليمان عن فريب مولى ابن عباس أن عبدالله ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالفة قال وطجعت في عرض الوسادة وطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انصفت الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحتن ودوءه ثم قام يصلي قال عبدالله فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده يمنى على رأتي فأخذ بأذني يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين قال القعنبي ستم الله ثم أوتر ثم اطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبر حدثنا قصيبة ابن سعيد حدثنا الليل عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي سلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اهلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل وكان إذا عمل عملا أثبت حدثنا أبيض الله ابن سعف حدثنا عمي حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن هشام ابن عروة عن عبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عثنان ابن مضعون فجاءه فقال يا عثمان أرغبت عن سنتي قال لا والله يا رسول الله ولكن سنتك أطلب قال فإني أنام وأصلي وأصوم وأخطر وأنتح النساء فتخل الله يا عثمان فإن لأسلك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا فصم وأخطر وصلي ونم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت عائشة كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان يخص شيئا من الأيام قالت لا كان كل عمله ديمة وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع حدثنا 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 الحسن بن علي ومحمد بن المتوكد قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال الحسن في حديثه ومالك بن أنس عن الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة ثم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر ربي الله عنه وفضرا من خلافة عمر ربي الله عنه قال أبو داود وكذا رواه عقيل ويونس وأبو أويس من قام رمضان وروا عقيل من صام رمضان وقام حدثنا مخلد بن خالد وابن أبي خلب المعنى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال عدود وكذا رواه يحيب أبي كثير عن أبي سلم ومحمد بن عمر عن أبي سلم حدثنا القعنبي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة بن زبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاةه ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة تاله فلم يخرج إليه الرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعكم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان حدثنا هنال بن السري حدثنا عبدة عن محمد بن عمر عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قال كان الناس يصلون في المسجد في رمضان أوزاعا فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت له حقيرا فصلى عليه بهذه القصة قالت فيه قال تعني النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أما والله ما بيت ليلتي هذا لحمد الله غافلا ولا خفي علي مكانكم حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع أخبرنا داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشفر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت الساسسة لم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شفر الليل فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة قال فقال إن الرجل إذا طل مع الإمام حتى ينطرف قسب له قيام ليلة قال فلما كانت الرابعة لم يقم فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يقوتنا الفلاح قال قلت وما الفلاح قال السحور ثم لم يقم بنا بقية الشهر حدثنا نصر بن علي وداود بن أمية أن سفيان أخبرهم عن أبي عفور وقال داود عن ابن عبيد ابن هنستا عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا دخل العشر أحيى الليلة وشد المئذرة وأيقظ أثناء قال أبو داود وأبو يعفور اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نستا حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أناس في رمضان يطلون في ناحية المسجد فقال ما هؤلاء فقيل هؤلاء ناس معهم قرآن وأبي بن كعب يصلي وهم يصلون بصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصابوا ونعم ما صنعوا قال أبو داود ليس هذا الحديث بالقوي مسلم بن خالد ضعيف حدثنا سليمان بن حرب ومثدد المعنى قال حدثنا حمد بن زيد عن عاقم عن زر قال قلت لأبي بن كعب أخبرني عن ليلة القبر يا أبا المنذر فإن صاحبنا سئل عنه فقال من يقم الحول يفدها فقال رحم الله أبا عبد الرحمن والله لقد علم أنها في رمضان زاد مسدد ولكن كره أن يتكل أو أحب أن لا يتكل ثم اتفقا والله إنها لفي رمضان ليلة سبع وعشرين لا يستثن قلت يا أبا المنذر أما علمت ذلك قال بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لذر ما الآية قال تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطص ليس لها شعاع حتى تتفق حدثنا أحمد بن حف بن عبد الله السلمي حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن طهنان عن عباد بن إسحاء عن محمد بن مسلم الزهري عن ضمرة بن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال كنت في مجلس بيه سلمة وأنا أصغره فقالوا من يسأل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر وذلك طبيحة أحدى وعشرين من رمضان فخرجت فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم قمت بباب بيته فمر به فقال ادخل فدخلت فأتي بعشائه فرآني أكف عنه من قلته فلما فرغ قال ناولني نعلم فقام وقمت معه فقال كأن لك حاجة قلت أجل أرسلني إليك رفض من بني سلمة يسألونك عن ليلة قدر فقال كم الليلة فقلت اثنتاني وعشرون قال هي الليلة ثم رجع فقال أولي قابلة يريد ليلة ثلاث وعشرين حدثنا أحمد بن يونسا حدثنا زهير أخبرنا محمد بن إسحاء حدثنا محمد بن إبراهيم عن ابن عبد الله بن أنيت الجثني عن أبيه قال قلت يا رسول الله إن لي بازية أكون فيها وأنا أصلي فيها بحمد الله فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد فقال انزل ليلة ثلاث وعشرين فقلت لابنك كيف كان أبوك يطنع قال كان يدخل المسجد إذا صل العفرة فلا يخرج منه لحاجة حتى يصلي الصبح فإذا صل الصبح وجد دافته على باب المسجد فجلس عليها فلحق ببازيته حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وغيب أخبرنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمثوها في العشر الأوافر من رمضان في تاسعة تبقى وفي سابعة تبقى وفي خامسة تبقى حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارج التيني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخضري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة أحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافة قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأوافر وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد من صبيحتها في ماء وطير فالتمسوها في العشر الأوافر والتمسوها في كل وطر قال أبو سعيد فمطرت السماء من تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكف المسجد فقال أبو سعيد فأبطرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطيل من صبيحة إحدى وعشرين حدثنا محمد بن المسنة حدثنا عبد الأعلى أخبرنا سعيد عن أبي مضرة عن أبي سعيد الخضري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان والتمسوها في تاسعة والسابعة والقامسة قال قلت يا أبو سعيد إنكم أعلم بالعدد منا قال أجل قلت متى سعة والسابعة والقامسة قال إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها التاسعة وإذا مضى ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة وإذا مضى خمس وعشرون التي تليها الخانسة قال أبو داود لا أدري أخفي علي منه شيء أم لا حدثنا حكيم بن سيف الرقي أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمر عن زيد يعني ابن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان وليلة أحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين ثم زكت حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن جينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في السبع الأوال حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي أخبرنا شعفة عن قسادة أنه سمع مطرفة عن معاوية ابن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال ليلة القدر ليلة سبع وعشرين حدثنا حميد بن زنجويه النسائل أخبرنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير أخبرنا موسى بن رقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبيع عن عبد الله بن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع عن ليلة القدر فقال هي في كل رمضان قال أبو داود رواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق موقوفا على ابن عمر لم يرفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا نسلم بن إبراهيم وموسى بن أسماعيه قال أخبرنا أبان عن يحيا عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلم عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأي القرآن في شهر قال إني أجد قوة قال اقرأ في عشرين قال إني أجد قوة قال اقرأ في خمس عشرة قال إني أجد قوة قال اقرأ في عشرة قال إني أجد قوة قال اقرأ في سبع ولا تزيدن على ذلك قال أبو داود وحبيث مسلم أتم حدثنا سليلان بن حرب أخبرنا حماد عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عمر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم من كل شهر ثلاثة أيام وقرأ القرآن في شهر فناقصني وناقصه فقال صم يوما وأفضر يوما قال عطاء واختلثنا عن أبي فقال بعضنا سبعة أيام وقال بعضنا خمسة حدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الصمد أخبرنا همام أخبرنا قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال يا رسول الله في كم أقرأ القرآن قال في شهر قال إني أقوى من ذلك يردد الكلام أبو موسى وتناقصه حتى قال إقرأه في سبع قال إني أقوى من ذلك قال لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاثة حدثنا يا محمد بن حف أبو عبد الرحمن القطان قال عيسى بن شادان أخبرنا أبو داود أخبرنا الحريش بن سليم عن خلحة بن مصرف عن خيثم عن عبد الله بن عمر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إقرأي القرآن في شهر قال إن نبي قوة قال إقرأه في ثلاثة قال أبو علي سمعت أبا داود يقول سمعت أحمد يعني ابن حنبل يقول عيسى بن شادان كيف حدثنا محمد بن يحيى بن ثارث أخبرنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن الهاد قال سألني نافع بن جبير بن مطعم فقال لي في كم تقرأ القرآن فقلت ما أحذبه فقال لي نافع لا تقل ما تحذبه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأت جزءا من القرآن قال حسيت أنه ذكره عن المغيرة بن شعب حدثنا مسدد أخبرنا قرآن بن ثمام وحدثنا عبد الله بن سعيد أخبرنا أبو خالد وهذا ربه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عبنان بن عبد الله بن أوس عن جده قال عبد الله بن سعيد في حديثه أوس بن حديثة قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف قال فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في حبة قال قال مسدد وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف قال كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثه وقال أبو سعيد قائما على رجليه حتى يراوك بين رجليه من طول القيام وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من القريش ثم يقول لا سواء كنا مستضعفين مستدلين قال مسدد بمكة فلما خرجنا إلى المدينة كانت تجال الحرب بيننا وبينهم ندال عليهم ويدالون علينا فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلنا لقد أبطأت عنها الليلة قال إنه طرأ علي جزئي من القرآن فكرفت أن أجيء حتى أتمه قال أوثن سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحذبون القرآن قال ثلاث وخمس وسبع وتسع واحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده قال أبو داود وحديث أبي سعيد أتم حدثنا محمد بن المنهال الضرير أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا سعيد عن قتادة عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله يعني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث حدثنا نوث بن حبيب أخبرنا عبد الغزاق أخبرنا معمر عن سناك بن الفضل عن وهب بن منب عن عبد الله بن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم يقرأ القرآن قال في أربعين يوم ثم قال في شهر ثم قال في عشرين ثم قال في خمس عشرة ثم قال في عشرة ثم قال في سبب لم ينزل من سبب حدثنا عباد بن موسى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قالا أتى ابن مسعود رجل فقال إني أقرأ المفصل في ركع فقال أهدا كهد الشعر ونطرا كنطر الدقل لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركع النجمة والرحمن في ركع واختربت والحافة في ركع وطور والداريات في ركع وإذا وقعت ونون في ركع وسأل سائل والنازعات في ركع وويل للمطففين وعبس في ركع والمدثر والمزمل في ركع وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركع وعم يتسائلون والمرسلات في ركع والدخان وإذا الشمس كورت في ركع قال أبو داود هذا تأليف ابن مسعود رحمه الله حدثنا حقس بن عمر أخبرنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال سألت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا حدثنا أحمد بن الظالح حدثنا إذن وهب أخبرنا عمر أن أبا سوية حدثه أنه سمع ابن حجيرة يخبر عن عبد الله بن عمر بن العاف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين قال أبو داود ابن حجيرة الأصغر عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة حدثنا يحيى بن موسى البلخي وهارون بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن يزيد أخبرنا سعيد بن أبي أيوب حدثني عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن بلال الصدفي عن عبد الله بن عمر قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرأني يا رسول الله فقال فقال اقرأ ثلاثا من ذوات ألف لا أمراء فقال كبرت سني واشتد قلبي وغلغ لتاني قال فاقرأ ثلاثا من ذوات حامين فقال مثل مقالته فقال اقرأ ثلاثا من المسبحات فقال مثل مقالته فقال رجل يا رسول الله أخرئني ثورة جامعة فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذلزلت الأرض حتى فرغ منها فقال رجل والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا ثم أدبر الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الرويجين مرتين حدثنا عمر بن مرزوق أخبرنا شعبة أخبرنا قسادة عن عباس الجشم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة من القرآن ثلاثون آية تشفع لطاحبها حتى يغفر لها تبارك الذي بيده المن حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن البرقي حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد عن الحارف بن سعيد العتقي عن عبد الله بن بنين من بني عبد كلان عن عمر بن العاط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي سورة الحج سجدتا قال أبو داود روي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سجدة وإسناده حدثنا أحمد بن عمر بن السرح أخبرنا ابن وهو أخبرني ابن لهيعة أن مشرح ابن هاعان أبا المصعب حدث أن عقبة بن عامر حدثه قال قلت لرسول الذي طلوه عليه وسلم أفي سورة الحج سجدتان قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما حدثنا محمد بن رافع حدثنا أزهر بن القاسم قال محمد رأيته بمكة حدثنا أبو قدامة عن مطر الوراق عن عكلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة حدثنا هناد بن السري حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قصير عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجمة فلم يسجد فيها حدثنا ابن السرش أخبرنا ابن وهب حدثنا أبو صف عن ابن قصير عن خارجة ابن زيد بن ثابت عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال أبو داود كان زيد الإمام فلم يسجد فيها حدثنا حفظ بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أسود عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد فيها وما بقي أحد من القوم إلا سجد فأخذ رجل من القوم كفا من حفا أو ترار فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا قال عبد الله فلقد رأيته بعد ذلك قتل كافرا حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن حيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إذا السماء انشقه وإقرأ باسم ربك الذي خلق حدثنا مسدد حدثنا المعتمع قال سمعت أبي حدثنا بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إلى السماء انشقت فسجد وقلت ما هذه السجدة قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وبيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال ليس صاف من عزائل السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهو أخبرني عمر يعني ابن حارث عن ابن أبي هلال عن عياض بن عبد الله ابن سعد ابن أبي سر عن أبي سعيد من الخدري أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد وفجد حدثنا محمد بن عصنان بمشقي أبو الجماهر حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن مصعب بن ثابت ابن عبد الله ابن زبير عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عامل فتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب ليسجد عليك حدثنا أحمد بن خنبل حدثنا يحيى بن سعي وحدثنا أحمد بن أبي شعي بن الحراني حدثنا ابن نمير المعنى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا سورة قال ابن نمير في غير الصلاة ثم اتفقا فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته حدثنا أحمد بن الفراث أبو مسعود الرازي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدس كبر وتجد وسجدنا قال عبد الرزاق وكان الثوري يعجبه هذا الحديث قال أبو داود يعجبه لأنه كبر حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا خالد الحزاء عن رجل عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل يقول في الخجدة مرارا سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبطره بحوله وقوته حدثنا عبد الله بن الصباح العطار حدثنا أبو بحر حدثنا ثابت بن أمارة حدثنا أبو تميمة الهجيني قال لما بعثنا الرك قال أبو داود يعني إلى المدينة قال كنت أقص بعد صلاة صبح فأسجد فنهاني ابن عمر فلم أمتهي ثلاث مرار ثم عاد فقال إني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يسجدوا حتى تطلع الشر حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن زكريا عن أبي إشحاء عن عاصم عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وكر يحب الوكر حدثنا عطمان ابن أبي شيبة حدثنا أبو حصن الأبار عن الأعمش عن عمر بن مرة عن أبي عبيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى زاد فقال أعرابي ما تقول فقال ليس لك ولا لأصحابك حدثنا أبو الوليد الطيارسي وقثيبة بن سعيد المعنى قال حدثنا ليس عن يديد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة قال أبو الوليد العدعو فرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الله عز وجل قد أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى فروع الفجر حدثنا ابن المثنة حدثنا أبو إسحاق قال قاني حدثنا الفضل بن موسى عن عبيد الله بن عبد الله العتكي عن عبد الله بن بريد عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوتر حق فمن لم يوتر فليس منه الوتر حق فمن لم يوتر فليس منه الوتر حق فمن لم يوتر فليس منه حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حفان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى يدعى المخدجية سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول إن الوتر واجب قال المخدجين فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته فقال عبادة كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عقد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عقد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قسادة عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن رجلا من أهل البادية سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خلاة الليل فقال بأطبعي هكذا مثنا مثنا والبتر ركعة من آخر الليل حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثني قريش بن حيان العجبي حدثنا بكر بن وائل عن زهري عن عطاء بن يزيد الليسي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل حدثنا عثمان بن أبي شير حدثنا أبو حقن الأبضار وحدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا محمد بن أنس وهذا لطله عن الأعمش عن طلحة وزبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبدا عن أبي عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل للذين كفروا والله الواحد الصمد حدثنا أحمد بن أبي شعير حدثنا محمد بن سلم حدثنا خصيف عن عبد العزيز بن جريج قال سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه قال وفي ثالثة بقول هو الله أحد والمعوذتي حدثنا قطيبة بن سعيد وأحمد بن جواس الحنفي قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال قال الحسن بن علي رضي الله عنهما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوث قال ابن جواس في حنوث الوث اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من تولي وبارك لي فيما أعطيك وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى علي وإنه لا يذل من وليت تباركت ربنا وتعالى حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا ذهير حدثنا أبو إسحاق بإثنادي ومعناه قال في أخره قال هذا يقول في الوتر في الغنوط ولم يذكر أقولهن في الوتر أبو الحوراء ربيعة بن حيفان حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن هشان بن عمر الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارف بن هشان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وثره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطه ومن معافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصيتنا أن عليك أنت كما أثنيت علىنا قال أبو داود هشام أقدم شيخ لحمد وبلغني عن يحيى بن معين أنه قال لم يروي عنه غير حماد قال أبو داود روا عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروب عن قتازة عن سعيد بن عبد الرحمن ابن أبي عبد عن أبي عبد عن أبي عبد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنث يعني في الوتر قبل الركوع قال أبو داود روا عيسى بن يونس هذا الحديث أيضاً عن فطر بن خليفة عن جبيد عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي عبد عن أبي عبد عن نبي صلى الله عليه وسلم مثل ورؤي عن حس بن عياث عن نسعر عن جبيد عن سعيد بن عبد الرحمن ابن أبي عبد عن أبي عبد عن أبي عبد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنث في الوتر قبل الركوع قال أبو داود وحبيث سعيد عن قتاذة رواه يزيد بن زريع عن سعيد عن قتاذة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن ابن أبزى عن عبي عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر القنوت ولا ذكر أبي وكذلك رواه عبد الأعلى ومحمد بن بشر العبد وسماعه بالكوفة مع عيسى بن يونس ولم يذكر القنوت وقد رواه أيضاً هشام تستوائل وشعبة عن قتاذة ولم يذكر القنوت وحبيث زبيد رواه سليمان الأعمى وشعبة وعبد الملك ابن أبي سليمان وجرير بن حاجم كلهم عن زبيد لم يذكر أحد منهم القنوت إلا ما روي عن حفظ ابن غياث عن مسعر عن زبيد فإنه قال في حديثه أنه قلت قبل غفوع قال أبو داود وليس هو بالمشهور من حديث حق نخاف أن يكون عن حق عن غير نسعر قال أبو داود ويروى أن أبي كان يقنط في النصف من شهر رمضان حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا محمد بن بكر أخبرنا هشام عن محمد عن بعض أصحابه أن أبي بن كعب أمهم يعني في رمضان وكان يقنط في النصف الآخر من رمضان حدثنا شجاع بن محمد حدثنا هشام أخبرنا يونس بن عبيد عن الحسن أن عمر بن الخطار جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي لهم عشرين ليلة ولا يقنط بهم إلا في نصف الباب فإذا كانت العشر الأواخر تخلف فطل في بيته فكانوا يقولون أبقى أبي قال أبو داود وهذا يدل على أن الذي ذكر في القنوط ليس بشيء وهذان الحديثان يدلان على ضعف حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط في الوجه حدثنا عثمان بن أبي شيدة حدثنا محمد بن أبي عبيدة حدثنا أبي عن الأعمش عن طلحة الأيام عن در عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبذى عن أبي عن أغي بن كعبت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الوطر قال سبحان الملك القدوس حدثنا محمد بن عوف حدثنا عثمان بن سعيد عن أبي غسان محمد بن مطرف المدني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يساء عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن يسره أو نسيه فلنصله إذا ذكره حدثنا ابن المثنى حدثنا أبو داود حدثنا أبان ابن يزيد عن قتاده عن أبي سعيد من أز شنوء عن أبي هريرة قال أوصاني سليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن في سفر ولا حضر ركعتي الضحى وصوم ثلاثة أيام من الشهر وأن لا أنام إلا علاود حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا أبو اليمان عن قطوان بن عمر عن أبي إدريس السكوني عن جبير بن نفير عن أبي الدرجاء قال أوصاني سليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن لشيء أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ولا أنام إلا على وطر وبتبحة الضحى في الحضر والسفر حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلق حدثنا أبو زكريا يحيى بن إسحاق السيلحين حدثنا حماد بن سلم عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قصادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بك متى توتر؟ قال أوتر من أول الليل وقال لعمر متى توتر؟ قال آخر الليل وقال لأبي بك أخذ هذا بالحزم وقال لعمر أخذ هذا بالقوة حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قلت لعيشة متى كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كل ذلك قد خع أوتر أول الليل ووقفه وآخره ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثني عبيد الله بن عمر عن ناتع عن ابن عمر أمن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر حدثنا قطيبة بن سعيد حدثنا ليس بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة عن متر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربما أوتر أول الليل وربما أوتر من آخره قلت كيف كانت قراءته أكان يسر بالقراءة أم يجهر قال كل ذلك كان يفعل ربما أثر وربما جهر وربما اتسل فناما وربما توضأ فناما قال أبو ذاود وقال غير قتيبة تعني في الجنابة حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيا عن عبيد الله حدثني نافا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاحكم بالليل واترى حدثنا مسدد حدثنا ملادم بن عمر حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق قال ذارنا طلق ابن علي في يوم من رمضان وأمسى عندنا وأفر ثم قام بنا الليلة وأوتر بنا ثم انحجر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلاً فقال أوتر بأصحابه فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتراني في ليلة حدثنا داود بن أمية حدثنا معاذ يعني ابن هشام حدثني أبي عميحة بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثنا أبو هريرة قال والله لأقربن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصدف فيدعو للمؤمنين ويلعن الكاثرين حدثنا أبو الوليد ومسلم بن إبراهيم وحفظ بن عمر وحدثنا ابن معاذ حدثني أبي قالوا كلهم حدثنا شعفة عن عمر بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الصدف زاد بن معاذ وصلاة النهر حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي حدثني يحذر أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أنا كرسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة شهر يقول في قنوطه اللهم نجي الوليد ابن الوليد اللهم نجي سلمة بن هشام اللهم نجي المصطبعفين من المؤمنين اللهم اشتد وقعتك على مضر اللهم اجعلنا عليهم سنين كثير يوسف قال أبو هريرة وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم ندع لهم فذكرت ذلك لك فقال وما تراهم قد قدموا حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا ثابت بن يزيد عن بلال بن خباب عن أكرم عن ابن عباس قال قنات رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعة في الظهر والعفر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال سنع الله لمن حمدك من الرشعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليل على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك أنه سئل هل قمت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح فقال نعم فقيل له قبل الركوع أو بعد الركوع قال بعد الركوع قال مسدد بيسير حدثنا أبو الوليد الطيارسي حدثنا حماد بن سلمة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنس شهرا ثم ترك حدثنا مسدد حدثنا بشر بن مفضل حدثنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين قال حدثني من قل وقال مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قام هنا حدثنا ثارون بن عبد الله البزاد حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا عبد الله يعني ابن سعيد بن أبي هند عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أنه قال اشتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حجرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الليل فيصلي فيها قال فطلوا معه بصلاة يعني رجالا كانوا يأتونه كل ليلة حتى إذا كان ليلة من الليالي لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحنحوا ورفعوا أصواتهم وحطبوا بابه قال فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال يا أيها الناس ما ذال بكم صنيعكم حتى غمنت أن تتكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة حدثنا مسدد حدثنا يحيا عن عبيد الله أخبرنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاةكم ولا تتخذوها قبورا حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا حجاج قال قال ابن جريج حدثني عثمان بن أبي سليمان عن علي بن أزي عن عبيد بن عمر عن عبد الله بن حبشي أن نبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال طول القيامة قيل فأي الصدقة أفضل قال جهد المقيم قيل فأي الفجرة أفضل قال من هجر ما حرم الله عليه قيل فأي الجهاد أفضل قال من جاهد المشركين بماله ونفه قيل فأي القتل أشرح قال من أهري قدمه وأقر جواده حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيا عن ابن عجلان حدثنا القعقاع المحكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصل وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضح في وجهه الماء حدثنا محمد بن حاسم بن بزيع حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن علي بن الأقمر عن أغر أبي مسلم عن أبي سعيد القدري وأبي هريرة قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصل يا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حدثنا حقص بن عمر حدثنا شعبة عن عنقمة بن مرتد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثنان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه حدثنا أحمد بن عمر بن السرح أخبرنا ابن وهو أخبرني يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ الجهن عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه قلبت وارداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسر من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما غنكم بالذي عمل بها حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام وهمام عن قتادة عن ضرارة بن أوفا عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يدلون كتاب الله ويتدارفونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرتهم الله في من عنده حدثنا سليمان بن داوود المهري حدثنا ابن وهر حدثنا موسى بن علي بن رباح عن أبي عن عقبة بن عامر الجهني قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يذبو إلى بطحان أو العقير فيأخذ ناقتين كوما وين زهرا وين بغير إثم بالله عز وجل ولا قطع رحم قالوا كلنا يا رسول الله قال فلأن يذبو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وإن ثلاث فثلاث مثل أعجابهن من الإسل حدثنا أحمد بن أبي شعي بن الحراني حدثنا عيسى بن يونس حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثال حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا قال حدثنا شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن قال سمعت حفظ بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي فدعاه قال فصليت ثم أتيته قال فقال ما منعك أن تجيبني قال كنت أصلي قال ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا تجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم لأعلمنك أعظم صورة من القرآن أو في القرآن شك خالد قبل أن أخرج من المسجد قال قلت يا رسول الله قولك قال الحمد لله رب العالمين يا سبع المثاني التي أوتيت والقرآن العظم حدثنا عصنان سؤدي شيبة حدثنا جرير عن الأعمح عن مسلم البطين عن سعيد بن جبيع عن ابن عباس قال أوتي رحول الله صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني الطول وأوتي موسى عليه السلام ستاة فلما ألقى الألواح أفعت سنتان وبقي أربع حدثنا محمد بن المثنة حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد بن إياس عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح الأنصر عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا المنذر أي آية معك من كتاب الله أعظم قال قلت الله ورسوله أعلم قال أبا المنذر أي آية معك من كتاب الله أعظم قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب في صبري وقال ليهن لك يا أبا المنذر العلم حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي سعيد الحضري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أطبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له وكأن الرجل يتقال لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن حدثنا أحمد بن عمر بن السرح أخبرنا إذن وهو أخبرني معاوية عن العلاء بن الحارث عن القاسم مولى معاوية عن عقبة بن عامر قال كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم ما قسه في السفر فقال لي يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين قرئتا فعلمني قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قال فلم يرني سررت بهما جدا فلما نزل بطلاة الصبح صلى بهما طلاة الصبح للنا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطلاة التفت إلي فقال يا عقبة كيف رأيه حدثنا عبد الله بن محمد النخيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاف عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن حبيث عن عقبة بن عامر قال بين أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواه إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس ويقول يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما قال وسمعته يأمنا بهما حدثنا مستدد حدثنا يحيا عن خفيان حدثني عاقم بن بذلة عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير عن قتال قال سألت أنثا عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدى حدثنا يزيد بن خالد بن موهب رملي حدثنا ليس عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته فقال وما لكم وصلاته كان يصلي وينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يسبح ونعت قراءته فإذا هي تنعت قراءته حرفا حرفا حدثنا حف بن عمر حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل قال فأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو على ناقة يقرأ بسورة الفتح وهو يرجع حدثنا عثمان بن أبي شيث حدثنا جرير عن الأعمش عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوثجة عن الغراء بن عاذب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن لأصواتكم حدثنا أبو الوليد الطيالسي وقتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب الرمدي بمعنى أن ليس حدثهم عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي نهي عن سعد بن أبي وقاط وقال يزيد عن ابن أبي مليكة عن سعيد بن أبي سعيد وقال قتيبة هو في كتاب عن سعيد بن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سبيان بن عيينة عن عمر عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الأعلى بن حمد حدثنا عبد الجبار بن الورد قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال عبيد الله بن أبي يزيد مر بنا أبو لغابة فتبعناه حتى دخل بيته فدخلنا عليه فإذا رجل رسل بيت رسل هيئة فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغن بالقرآن قال فقلت لابن أبي مليكة يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت قال يحسنه ما استطاع حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال قال وكيع وابن عيينة يعني يستغني به حدثنا سليمان بن داود المهري أصغرنا ابن وهب حدثني عمر بن مالك وحيوة عن احن الهات عن محمد بن إبراهيم بن حارب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أدن الله لشيء ما أدن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن دريس عن نديد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن سعد بن عبادة قال قال أقول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينسى إلا لقي الله عز وجل يوم القيامة أجدا حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن زبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة القرآن على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ فقرأ القراءة التي سمعتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت ثم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما سيكتر منه حدثنا محمد بن يحيى بن كارث حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مع معم قال قال زهري إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد ليست تختلف في حلال ولا حرام حدثنا أبو الوليد القيالسي حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن سليمان بن صرد الخزاعي عن أبي بن كعب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي إني أقرأت القرآن فقيل لي على حرف أو حرفين فقال الملك الذي معي قل على حرفين قلت على حرفين فقيل لي على حرفين أو ثلاثة فقال الملك الذي معي قل على ثلاثة قلت على ثلاثة حتى بلغ سبعة أحرف ثم قال ليس منها إلا شاف كاف إن قلت سميعا عليما عزيزا فكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى وعن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاق بني عفار فأتاه جبريل صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك على حرف قال أسأل الله أسأل الله معافاته ومغفرته إن أمتي لا تقيق ذلك ثم أتاه ثانية فذكر نحو هذا حتى بلغ سبعة أحرف قال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصاب حدثنا حقس بن عمر حدثنا شعبة عن منصور عن ذر عن يسيع الحضرم عن نعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة قال ربكم ادعوني أستجب لكم حدثنا حدثنا يحيى عن شعبة عن بياذ بن مخراق عن أبي نعامة عن ابن لسعب أنه قال سمعني أبي وأنا أقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير وإن أعزت من النار أعزت منها وما فيها من الشر حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة أكبرني أبو هاني حميد بن هاني أن أبا علي عمر بن مالك حدثت أنه سمع فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال لا أو لغيرك إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعبد واستناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا يزيد بن هارون عن الأسود بن شيبان عن أبي نوفل عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدعو ما سوى ذلك حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرق عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي اللهم ارحمني ليعزم المسألة فإنه لا مكره له حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجد حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القراضي حدثني عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسروا الجدر من نظر في كتاب أخيه لغير إذنه فإنما ينظر في النار سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها فإذا فرغتم فامتحوا بها وجوهكم قال أبو داود روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية وهذا الطريق أنتلها وهو ضعيف أيضا حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني قال قرأته في أصل إسماعيل يعني ابن عياش حدثني ضمضم عن شريح حدثنا أبو ظبيت أن أبا بحرية السكونية حدث عن مالك بن يسار السكوني ثم العوفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فتسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها قال أبو داود وقال سليمان بن عبد الحميد له عندنا صحبة يعني مالك بن يسار حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا سلم بن قتيبة عن عمر بن نبهان عن قتاد عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا بباطن كثفين وظاهره حدثنا مؤمل بن الفضل الحرامي حدثنا عيسى يعني ابن يونس حدثنا جحفر يعني ابن ميمون صاحب الألماط حدثني أبو ظبيت عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رقع يديه إليه أن يردهما صفرا حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وخيف يعني ابن خالب حدثني العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب عن عكرم عن ابن عباس قال المسألة أن ترفع يديك حدو منك بيت أو نحوهما والاستغفار أن تشير الأسبوع واحدة والاتهال أن تمد يديك جميعا حدثنا عمر بن عثمان حدثنا سخيان حدثني عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس بهذا الحديث قال فيه والاتهال هكذا ورفع يديه وجعل ذهورهما مما يلي وجهه حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العباس بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أخيه إبراهيم بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه حدثنا قسيفة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن حف بن هاشم بن عثبة بن أبي وقاف عن الثائب بن يزيد عن أبيه أن نبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن مالك بن مغول حدثنا عبد الله بن بريد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال لقد سألت الله بالإسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب حدثنا عبد الرحمن بن خالد الرقي حدثنا زيد بن حباب حدثنا مالك بن مغول بهذا الحديث قال فيه لقد سألت الله عز وجل باسمه الأعطى حدثنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي حدثنا خلف بن خليفة عن حص يعني ابن أخي أنا عن أنس أنه كان مع ركول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصل ثم دعا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعى الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عبيد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشر عن أصماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة سورة آل عمران آل فلا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حفظ بن غياث عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن عائشة قال تُرِقَتْ مِلْحَفَةٌ لَهَا فَجَعَلَتْ تَدْعُوا عَلَى مَنْ سَرَقَهَا فَجَعَلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يقول لا تُسَدِّفِي عَلَى قال أبو داود لا تُسَدِّفِي أي لا تُسَدِّفِي عَلَى حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عاطم بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله عن عمر رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمر فأذن لي وقال لا تنتنى يا أخي من دعائك فقال كلمة ما يسغني أن لي بها الدنيا قال شعبة ثم لقيت عاصنا بعد بالمدينة فحدثنيه وقال أشركنا يا أخي في دعائك حدثنا زغير بن حرب حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن سعد بن أبي وقاصم قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعوه أسبوعية فقال أحج أحج وأشار بالسباب حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهو أخبرني عمر أن سعيد بن أبي هلال حدثه عن حزيمة عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على مرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما خلق بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة